اشتركوا في القناة رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله في ليلة باردة من شهر نوفمبر عام 1938 كان ستة ملايين أمريكي يتابعون برامج شبكة سي بي اس الإذاعية كانت الإذاعة تبت حفلا موسيقيا من أحد الفنادق الفهمة في نيويورك بمناسبة عيد القديسين وفجأة انقطع البث لإذاعة خبر عاجل كان المديع أورسون ويلز مرتبكا ومتوترا وهو يتحدث عن مركبة فضائية غريبة الشكل هبطت على أطراف المدينة ثم عاد البث إلى الحفل الموسيقي حيث كان يقطع تباعا لتقديم مزيد من التفاصيل حول الواقعة المخيفة تحدثت الإذاعة إلى شهود العيان والخبراء الذين أكدوا أن هذه المركبة مقدمة لغزو فضائي من المريخ تابعت الإذاعة الحدث الخطير عبر شبكة مراسليها الذين حاولوا الاقتراب من المركبة الفضائية برفقة عديد من علماء الفلك والأحياء وكبار القادة العسكريين ومسؤولين في الصليب الأحمر إلى آخره أصيب الناس بحالة ذعر عارمة فشرع البعض يتلون الصلوات وهم يبكون وسارع البعض إلى سياراتهم هاربين بما استطاعوا حمله من أمتعتهم والتأم شمل العديد من العائلات إما للبحث عن سبيل للنجاة أو للتحذير أو للوداع في اللحظات الأخيرة وتلقت مراكز الشرطة ووسائل الإعلام آلاف الاتصالات التي تحاول الاستفسار أو الاتمئنان تبين أخيرا أن ما تبثه الإذاعة إنما هو عمل فني مصرحية مستوحاة من رواية باسم حرب العوالم كان العمل الفني متقنا إلى حد كبير فقد تبين أن نحو مليون شخص من الملايين الستة قد صدمهم ذلك التقرير وتعاملوا معه على أنه حقيقة واقعة تحولت هذه الحادثة إلى موضوع رئيس لعدد ضخم من الأبحاث والدراسات في مجالات متعددة نفسية واجتماعية وإعلامية لكن الجميع أدركوا مدى خطورة الإعلام الإلكتروني وحجم تأثيره على الجمهور فقد بات سلاحا لا يقل فتكا كونه قادرا على إصابة الملايين بطلقة واحدة في مرحلة الإعلام المطبوع كانت استجابة الجمهور أو ردود أفعالهم لا تتسم بالتزام لأنهم يتلقون الرسالة الإعلامية في أوقات مختلفة على الأقل يمتد النطاق الزمني لتلك الاستجابات إلى نحو 24 ساعة هي مرحلة صدور الصحيفة اليومية الوسيلة الإعلامية الأسرع في تلك المرحلة لكن مع الإذاعة والبث المباشر على الهواء اكتشف الساسة ورجال الأعمال وذو النفوذ معنى التزامن في الاستقبال التزامن في ردود الأفعال فالجماهير تستقبل الرسالة نفسها بالوسيلة نفسها في التوقيت نفسه وتحديدا لعبت الإذاعة دورا هائلا في ترسيخ ديكتاتورية كل من أدولف هيتلر وبينيتو موسوليني في ألمانيا وإيطاليا يقول جوزيف جوبيلز وزير إعلام ألمانيا النازية لم يكن ممكن لنا تولي السلطة أو استخدامها بالأسلوب الذي فعلنا دون الميدياع فالإذاعة هي الوسيط الأهم والأشد تأثيرا بين الحركة الروحية والأمة وبين الفكرة والشعب كما يذكر الباحث الإيطالي ماركو بالالا متحدثا عن موسوليني كان للحضور الدائم للدولة الذي جعله الميدياع ممكنا أثرا أشد فاعلية مما تستطيعه أي أداة دعاية أخرى بسبب هذا التأثير كتب جوي ألمار مورغان أحد مسؤولي الإداعة الأمريكية في حقبة الثلاثينيات يحذر إذا تركزت السيطرة على الإداعة في أيدي قلة من الناس فلا يمكن لأي أمة أن تكون حرة التحذير نفسه يمكن إذا إطلاقه حاليا تعليقا على خطر وسائل إعلامية أخرى مثل الفضائيات حادثة غزو المريخ كانت خدعة غير مقصودة لكن أنظر إلى تأثيرها وتذكر نحن نتحدث عن مجرد إداعة فكيف بهذا السيل الجارف من الفضائيات التي يمكنك تشغيلها من جهاز واحد باتك ظل الإنسان لا يفارقه بالتزامن مع ظهور البث الإداعي في أمريكا عام 1920 برز إلى عالم الدعاية والإعلام رجل غير وجه التاريخ برغم كونه غير مشهور بالدرجة الملائمة إنه أدوارد بيرنيز رائد العلاقات العامة الذي يعتبر العراب الحقيقي للخداع الإعلامي هاجر بيرنيز من النمسا إلى أمريكا بعد أن تشرب بأفكار خاله عالم النفس البارز سيغموند فرويد فجاء محملا بنظرياته عن اللاوعي وإمكانية برمجة الجمهور وإعادة صياغته عن طريق غرائزه ودوافعه اللاعقلانية بما يتفق مع مصالح النخبة الأكثر حكمة وعقلا في مرحلة ما قبل بيرنيز كانت الدعاية تتركز حول جودة ومزايا المنتج سواء كان منتجا تجاريا أو سياسيا أو اجتماعيا بعد بيرنيز لم تعد صفات المنتج هي الأهم فقد اكتشف الرجل أن إعادة صياغة الجمهور ربما تكون أسهل من تغيير المنتج استخدم بيرنيز مصطلحا بات من ركائز الدعاية والإعلام وهو هندسة القبول أو هندسة الإجماع وجعله عنوانا لمقالة مهمة نشرها في عام 1947 ثم تحولت إلى كتاب عام 1955 وهو يشرح هندسة الإجماع بعبارات مختصرة فيقول لو أننا فهمنا آليات العقل الجماعي ودوافعه أليس من الممكن السيطرة على الجماهير وإخضاعهم لنسق موحد حسب رغبتنا دون أن يدركوا ذلك قدم بيرنيز شرحا وافيا لأفكاره ونظرياته في عدد من الكتب التي بلغ تأثيرها الآفاق حتى إن جوبلز نفسه أتنى عليها واستفاد منها كثيرا تحول إدوارد بيرنيز إلى ظاهرة وتكالبت عليه كبرى الشركات الأمريكية طالبا لمشورته وأفكاره كما أصبحت الحكومة الأمريكية من زبائنه وصنفته بعض المحافل الغربية ضمن الشخصيات الألف الأكثر تأثيرا في تاريخ البشرية لم يقتصر تأثير بيرنيز على توظيف علم النفس للمرة الأولى في خدمة الدعاية والإعلام فحسب بل إن تأثيره الأهم هو تحويل الجمهور إلى مفعول به قابل للخداع خاضع للتأثير موضوع للتلاعب ولا يزال ذلك الاتجاه السائد في مجال الدعاية والإعلام في مختلف أنحاء العالم حتى الآن وهكذا فإن ظهور وسائل الإعلام الإلكترونية مع استخدام علم النفس في هندسة الجمهور ساهما بشكل مباشر في انتقال الشعوب في صراعها مع النخب المسيطرة إلى مرحلة جديدة تماما من الخداع والخضوع اجلس مع نفسك متأملا وحاول أن تحدد المصدر الرئيس لأفكارك ومعلوماتك وقناعاتك ثم أجب عن هذا السؤال ما الذي يضمن أنك لم تتعرض إلى خديعة بل خدع كثيرة وأنك بالفعل صدقت ما هو أفضع من غزو المريخ دون أن تدرك ما الذي يمنع أن تكون سلوكياتك وردود أفعالك في مجالات متعددة متأثرة لا شعوريا بما تتلقاه يوميا من رسائل إعلامية صيغ أكثرها بعناية فائقة لتحقق هدفا واحدا هو إعادة صياغتك على النحو الذي يتوافق مع مصالح النخبة المسيطرة الإعلام المحايد الإعلام الموضوعي الإعلام النزيه كلها عبارات تبدو خيالية نوعا ما خونها تحلق في عالم آخر لا علاقة له بعالم الماديات والرأسمالية والمصالح والعولم الذي غرقنا فيه لإنشاء فضائية متواضعة في عالمنا العربي تحتاج إلى 2 مليون دولار سنويا على الأقل بينما تنفق بعض الشبكات ما يزيد عن 100 مليون دولار سنويا بل إن بعض الفضائيات التي ظهرت مؤخرا تجاوزت تكلفة تأسيسها وإطلاقها 300 مليون دولار وكثير من الفضائيات والصحف أيضا تعجز عن تحقيق أرباح حقيقية وأحيانا عن تغطية تكاليفها مع ذلك يستمر البث والنشر والإنفاق لماذا لأن المكاسب يتم جنيها في مجالات أخرى وكما قال أحدهم في الإعلام أن تتزرع في حقل وتحصد في حقل آخر يقولون إن مهمة الإعلام النزيه هي نقل الحقائق والوقائع كما هي بينما ما نراه ونتابعه إنما هو مجرد تحريف وتزييف لتلك الوقائع والحقائق بالله أين ذلك الكائن الأسطوري الذي ينفق الملايين من أجل فقط أن ينقل للناس عبر شاشاته ما يحدث دون تزييف أو تزوير إن المهمة الحقيقية للإعلام بحسب الأمر الواقع هي إعادة تشكيل الواقع وإعادة تغليفه ثم تقديمه للناس في صورته الجديدة وهذه الفرضية تنطبق على أغلب وسائل الإعلام وتشمل كل ما يقدم عمرها من الصابونة إلى الرئيس تجلس أمام التلفاز فترى إعلانا عن ذلك المشروب الذي يحولك إلى لاعب محترف في كرة القدم ثم تتابع بشغف تلك الأدات الرياضية السحرية التي ستزيل سمنتك وتحولك إلى شخص رشيق في أيام قليلة ثم تلك السيارة الجديدة الرائعة التي تقفز في الهواء وترتطم بالأرض دون أن تصاب بأي أدى ثم تشاهد النشرة الإخبارية التي تحدثك عن أخبار السيد الرئيس النشيد وجولاته التفقدية وأحجار الأساس التي يضعها وأشرطة الافتتاح التي يقصها لتشعر بعدها أن مهنة الرئاسة ربما تكون أكثر مشقة من مهنة الحدادة يلي ذلك الأخبار التي تشعرك بأن العالم يضطرب في كل مكان بينما أنت تنعم بالأمان في جمهورية العلم والإيمان وطلبا لبعض الترفيه تتابع ذلك الفيلم الأمريكي الذي يظهر فيه البطل وهو يسقط من ارتفاع عدة أمتار ويتلقى رصاصات في جسده ثم يجندل أعداءه بيد واحدة بينما يشرب القهوة الأمريكية طبعا باليد الأخرى ثم تتابع مسلسل الأكشن الذي يعرف كيف يحارب الأمر كان أعداءهم فتنساق مشاعرك مع البطل المغوار متمنيا له النصر حتى لو كان هؤلاء الأعداء من بني جلدتك تتفجر حماستك وأعصابك أيضا بينما تراقب عن كثب آداء الفريق الملكي وقلبك يثب من بين أضلعك من التوتر وأنت تتابع المعلق وهو يصرخ ويصخب وتكاد روحه أن تزهق من شدة الإنفعال أو الإفتعال ثم في نهاية المباراة تسجد شكرا لله لأن فريقك المفضل ربح الدور الإسباني مهلا هل قلت إسبانيا؟ في الصهرة تسلم نفسك لبرنامج التوكشو الذي يتحول مقدمه إلى بهلوان بينما يناقش ظاهرة اجتماعية أو سياسية فيستضيف أشخاص من فئات المجتمع منغمسين في تلك الظاهرة فيتحدثون عن تجربتهم الشخصية لتكتشف بعدها أنهم يتقاضون أجرا ولا علاقة لهم بموضوع الحلقة وفي الأثناء يتابع أولاد كذلك الكارتون الذي يجعل من الفأر بطلا وعنوانا للحق والانتصار أو ذلك البرنامج الذي يجعل الحياة أكثر مرحا في ظل الإختلاط بين الفتيان والفتيات في النهاية تنتزع نفسك بمشقة من أمام التلفاز برغم التحذير المتكرر مش هتقدر تغمض عينيك لتذهب إلى النوم مضطرا وقد امتلأ ذهنك وعقلك اللاواعي بكم هائل من المعلومات المغلوطة والأفكار السلبية التي تحدد نظرتك للحياة وللناس وللأشياء من حولك وتؤثر في قراراتك اليومية والإستراتيجية ألا يعد ذلك خداعا شاملا؟ أيها المسكين أينما كنت أنت غارق في بحر لجي بين أمواج من الخداع والأكاذيب الجديد هنا أن الغريق الإعلامي لا يصارع الأمواج بل يتماهى معها ويدعمها هذا لا يقتضي أن الخداع عمل تمارسه كل وسائل الإعلام في كل وقت كما لا يعني أن وسيلة الإعلام المخادعة تفعل ذلك في كل ما تبثه وتنشره بل ربما حارص بعضها على تنظيف ذيله وتبييد صفحته ببعض الحلال والعبرة هنا بتلك الأنماط المتكررة التي تصنع المنحنى وتحدد اتجاهه الشيطان نفسه يفتح للناس أبوابا من الخير ليوقعهم في باب من الشر وقديما قال الحسن بن صالح رحمه الله وكأنه يتحدث عن وسائل الإعلام إن الشيطان لا يفتح للعبد تسعة وتسعين بابا من الخير يريد به بابا من الشر الفارق هنا أن وسائل الإعلام اكتشفت أن الترويج لباب واحد من الشر لا يستلزم فتح كل هذا الخير إن أباطرة الإعلام يخوضون معاركهم الآن وهم مسلحون بنصائح العم بيرنيز وهو يهودي بالمناسبة وكم من هائل من النظريات العملية والخبرات العملية المتراكمة ونستطيع القول أنها معارك محسومة النتائج فطرفها الأول يعلم تماما ما يفعل وكيف يفعل بينما طرفها الثاني غالبا لا يدرك حتى أن هناك من يخطط للاستحواذ عليه هدف هذا الكتاب هو دعم الطرف الضعيف في تلك المعركة المحسومة وهو موجه بالأساس إلى ذلك القارئ المثقف غير المتخصص في مجالات الإعلام المادة العلمية لهذا الكتاب كانت بالأساس موضوعا لدورة تدريبية عن التأثير الإعلامي لكن مما لا شك فيه أن نشر هذا المضمون مطبوعا يعظم من الفائد ويعمق من أثارها بإذن الله تعالى تعرض فصول الكتاب بعضا من أهم النظريات الإعلامية والنفسية الموظفة في مجال التأثير على الجمهور وبعبارة أخرى هي تعرف القارئ بأهم الأساليب المتبعة في خذاعه والاستحواذ عليه إعلاميا ثم التحكم فيه فكريا وسلوكيا لكن بأسلوب مبسط يبتعد عن الاستطراض النظري واللغة الأكاديمية الجافة ويقدم العديد من الأمثلة العملية التي تدعم المفاهيم وتقربها وتثبتها والله تعالى أسأل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا نافعا هو نعم المولى ونعم النصير أيها الشعب لست ذكيا إلى هذا الحد تراكم أغلب الشعوب في ثقافاتها عبارات وشعارات توحي باتصاف الشعب بالذكاء والعظمة والألمعية وغيرها من الصفات الإيجابية ذات البعد الجماعي ويتضح ذلك في الأناشيد والأغاني الوطنية والشعارات السياسية والاجتماعية لكن هل هذا الوصف يكون بالفعل صحيحا؟ هل يمكن القول مثلا أنه لوجود عباقرة أو علماء أفذاذ في مجتمع معين أن هذا المجتمع يكون عبقريا بالتبعية؟ أو هل يسعنا أن نقر لشعب ما بالعظمة والألمعية حاليا بسبب تاريخ قديم تحاققت فيه إنجازات كبيرة في بعض المجالات ربما قبل آلاف السنين؟ هل الصفات التي نطلقها على الأشخاص يصح أن نعممها على المجتمع كله؟ بين يدي كتاب يحمل عنوانا طريفا أنت لست ذكيا إلى هذا الحد يحاول المؤلف من خلال كتابه أن يبدد كما هائلا من الخرافات والأساطير التي يبنيها الإنسان عن نفسه وتؤدي إلى تضليله في اتخاذ قراراته وددت لو أن هناك كتابا يتحدث إلى الجمهور إلى الشعب ويحمل عنوانا لستم أذكياء إلى هذا الحد قد يختلف كثيرون في تعريفات الذكاء ودلالاته ومؤشراته لكن هل يمكن القول إن الإنسان وبالتبعية الشعب الذكي هو إنسان أي شعب لا يمكن خداعه إعلاميا بسهولة؟ في الواقع لا تقدم الدراسات حول ذكاء الشعوب إثباتا واضحا لوجود ارتباط بين مستوى الذكاء وبين قابلية الشعب للخداع من وسائل الإعلام فالدول الأكثر ذكاءا حاليا بحسب هذه الدراسات هي الدول الأكثر تقدما بصفة عامة وفي دراسة نشرت قبل عامين للعالم البريطاني ريتشارد لين واستخدم فيها مقياس الذكاء آيكيو احتلت سنغافورة الصدارة بمعدل ذكاء 108 درجات وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية ب106 درجات ثم اليابان 105 وفي المركز الرابع ظهرت أول دولة أوروبية وهي إيطاليا التي حصلت على 102 درجة ثم إسلاندا ومنغوليا وسويسرا والنمسا والصين والتي يتوافق المعدل بها مع المستوى العالمي المتوسط وهو 100 درجة وهو المعدل نفسه الذي حصلت عليه بريطانيا بينما تساوت الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا في المعدل 98 درجة بحسب الدراسة فقد تصدر العراق الترتيب العربي بمعدل 87 درجة فقط وترتيبه العالمي 21 ثم الكويت 86 درجة ثم اليمن 85 وتساوى في المركز الرابع ب84 درجة كل من الإمارات والأردن والسعودية والمغرب والغريب أن مصر ولبنان احتلتا مركزا متأخرا بمعدل 81 لمصر و82 للبنان تختلف الأسس التي تعتمد عليها الدراسات المتخصصة في المقارنة بين مستويات الذكاء لدى مختلف الشعوب والحضارات بعضها ينطلق من معايير الذكاء الفرضي وبعضها ينطلق من الناتج الإجمالي السنوي وبعضها يستخدم معايير مركبة تتضمن نظام التعليم والإنجازات العلمية وبراءات الاختراع وكثير منها لا يخفي تحيزه الواضح ضد المسلمين بصفة عامة كما تظهر ذلك الخريطة المرفقة إلى آخره لكن ماذا عن الإعلام؟ في دراسة ريتشارد لين يلاحظ أن أغلب الدول التي حصلت على مرتبة متقدمة في مستويات الذكاء تتمتع بدرجة مرتفعة من حرية الإعلام فهل يمكن القول إن الشعوب الأكثر ذكاء بحسب التصنيفات الغربية والتي تتمتع بحريات إعلامية تكون في الوقت نفسه أقل وقوعا في براثن الخداع الإعلامي؟ في الحقيقة فإن وسائل الإعلام في تلك الدول المتقدمة الذكية أكثر تعقيدا وأعمق وصولا وأعظم تأثيرا وبالتالي أكثر قدرة على الخداع وبذلك لا يمكن أن نجازف بالقول إن ذكاء الشعوب المرتفع يعطيها حصانة ضد الإعلام فهل ثم تفارق؟ إن حادثة غزو المريخ التي أشرت إليها في المقدمة تعطينا لمحة عن هذا الجمهور الدكي وكيف يمكن أن يتلاعب به الإعلام؟ وفي الحقيقة مع تطور وسائل الإعلام وتعقدها وتنامي قدراتها على التأثير في الرأي العام بصورة مخيفة بل على التحكم به بصورة تبدو مطلقة أحيانا يحق لنا أن نتساءل بجدية هل يوجد شعب غير قابل للخداع؟ لا شك أن الحريات الإعلامية تسمح بمجال أرحب لتداول المعلومات كما أنها تفسح المجال أمام الراغبين في معرفة الحقيقة ليصلوا إليها دون عوائق لكن بنظرة مقارنة يمكن أن نلاحظ تشابها في الأسلوب والوسائل والأدوات والحيل التي تتبعها وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم بغض النظر عن مستويات الذكاء الشعبي أو الحريات الفرق بين إعلام المجتمعات التي تتمتع بالحريات وبين إعلام الدول المحرومة منها يتضح في أربع سمات الرئيسة وهي أولاً مستوى التناقض بين الحقيقة والإفتراء ثانياً مستوى الحبك الإعلامية للأكاذيب والمتناقضات ثالثاً وجود النخبة المؤثرة المعارضة للخداع رابعاً توفر البيئة القانونية الداعمة للحريات وبما أن الخداع الإعلامي يكاد يكون لغة عالمية متفق عليها بين وسائل الإعلام وبغض النظر عن مستويات الذكاء أو الحريات فمن المهم أن نلقي نظرة إجمالية على أهم النظريات والمفاهيم والإستراتيجيات المستخدمة في ممارسة الخداع أو ما يطلق عليه أكاديمياً التأثير الإعلامي الإعلام أحد تطبيقات فروع علم الاتصال بمعناه الواسع إذ ينظر إلى الإعلام بوصفه مصطلحاً بديلاً للاتصال الجماهيري وبهذا فإن وسائل الإعلام هي وسائل الاتصال الجماهيري والتي تشمل الصحف والتلفاز والإداعة إلى آخره أشكال الاتصال الاتصال الشخصي الاتصال بالجماعات الصغيرة الاتصال الجمعي الاتصال الجماهيري ولعلم الاتصال تعريفات متعددة نذكر أبرزها أولا بحسب الاشتقاق اللغوي للكلمة الاتصال هو العملية التي تشيع أو تنشر ما كان قاصرا على فرد واحد بين اثنين أو أكثر وهو تعريف قاصر إذ يجعل الاتصال أحادي الاتجاه من الفرد إلى آخر أو آخرين ثانيا التعريف باعتبار علم النفس تعريف كارل هوفلاند تعريف كارل هوفلاند الاتصال هو العملية التي يقوم بمقتضاها الفرد القائم بالاتصال بإرسال مثير عادة ما يكون لفظيا لكي يعدل من سلوك الآخرين تعريف ديفيد بيرلو السلوك الاتصالي يهدف إلى الحصول على استجابة معينة من شخص أو الاتصال هو الاستجابة المميزة للفرد نحو مثير معين الاتصال بهذه الصورة يعمل في اتجاه دائري وتشير هذه التعريفات إلى ضرورة حصول الاستجابة من المتلقي سواء كانت مستهدفة أو غير مستهدفة ويستشعرها المرسل في شكل تغذية مرتدة وهو ما يسمى في الاتصال رجع الصدى وبذلك يكون علم النفس قد ساهم في بلورة الاتجاه الدائري لعملية الاتصال بدلا من العلاقة الخطية التي كانت سائدة في التعريفات الأولية ثالثا التعريف باعتبار علم الاجتماع تعريف جورج جرينر الاتصال هو العملية التي يتفاعل بها بعض الأطراف من خلال الرسائل في سياقات اجتماعية معينة رابعا تعريف جامع العملية الاجتماعية التي يتم بمقتضاها تبادل المعلومات والآراء والأفكار في رموز دالة بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع وبين الثقافات المختلفة لتحقيق أهداف معينة مكونات عملية الاتصال الجماهيري قدم عديد من العلماء نماذج مختلفة لتوضيح وتحليل عملية الاتصال وأبرز هذه النماذج ما يعرف بنموذج لازويل هو يتضمن خمسة مكونات أساسية توضح تسلل عملية التأثير الإعلامي بدقة أولا من المرسل وهو الطرف الذي يطلق الرسائل الإعلامية للمتلقين وقد يكون الوسيلة الإعلامية نفسها أو من يتحكم بها أو يستخدمها أو من يعمل بها أو يظهر من خلالها ثانيا يقول ماذا الرسالة مضمون الرسالة الإعلامية والتي يجب أن يتم تحديدها بدقة مع حمايتها من التشويش وتقدم في سياقات مختلفة قد تتسم بالجدية أو العلمية أو الموضوعية وربما تتسم بالفكاهة أو السخرية إلى آخره ثالثا بأي وسيلة ما هي وسيلة نقل الرسالة للمتلقين وتشمل تحديد وسيلة الإعلام المستخدمة أو القالب الإعلامي المستخدم في نقل الرسالة رابعا لمن المتلقون الجمهور الذي تصل إليه الرسالة ما هي سماتهم الإجتماعية والاقتصادية والثقافية وما هي خصائصهم الديمغرافية والسلوكية وما هي أنماط حياتهم إلى آخره خامسا وبأي تأثير ما هو الأثر الذي تستهدفه الرسالة من المتلقين ما هو شكل التفاعل المطلوب من الجمهور هل هو التأييد أم الدعم المباشر أم الرفض والإعراض أم تستهدف الحث على اتخاذ سلوك معين هذه هي المكونات الرئيسية لعملية التأثير والتي انبثقت حولها نظريات عديدة في محاولة لتحليلها وتفسيرها وقدم بعض العلماء نماذج أكثر تفصيلا في محاولة لاستيعاب أكبر عدد من المتغيرات المؤثرة على هذه المكونات ومنها ما يعرف بنموذج مالتيزك كما يتضح من الشكل التالي والمزية الأساسية لهذا النموذج هو إظهاره لعدد كبير من المتغيرات المرتبطة بكل عنصر من عناصر عملية الاتصال الخمسة الخدعة الأولى الإعلام لا يكذب تطور الأداء الإعلامي في السبعين عاما الأخيرة وتحديدا منذ الفترة بين الحربين العالميتين وأثر عدد كبير من العلماء الحقل الإعلامي بعدد من النظريات التي ساهمت في تعميق الأثر الذي تحدثه وسائل الإعلام في الشعوب لدرجة جعلت من هذه الوسائل اللاعب الأبرز في مختلف المجالات وبالنظر إلى امتلاكها قدرات هائلة على توليد سلوكيات متعددة لدى الجماهير فضلا عن تغيير قناعاتها وأفكارها من النقيد إلى النقيد في أحيان كثيرة وربما كان التلفاز هو الوسيلة التي لعبت الدور الأكبر في إضفاء هذا الدور الحيوي للإعلام يصف آلغور تأثير التلفاز على الجمهور الأمريكي فيقول فجأة وفي جيل واحد قام الأمريكيون بتغيير حاد في نمط حياتهم اليومي وبدأوا بالجلوس دون حراك وهم يحدقون في صور تتحرك في شاشة لمدة تزيد عن 30 ساعة كل أسبوع فالتلفاز لم يستحوذ فقط على النصيب الأكبر مما يخصصه الأمريكيون للأخبار والمعلومات من وقت واهتمام بل شرع في الهيمنة على النصيب الأكبر من المناخ العام كليا ويمكننا أن نلاحظ ببساطة مدى تأثير الإعلام والإعلاميين في مجريات الحياة السياسية الأمريكية كمثال فقد ساهم انضمام مضيعة التوكشو الشهيرة أوبيرا وينفري إلى حملة باراك أوباما عام 2008 في ارتفاع نسبة التأييد له بما لا يقل عن 15 إلى 30% فكان دعمها له من الأسباب المهمة في فوزه بالرئاسة أضف إلى ذلك أن محطات التلفز الرئيسية في أمريكا مثل الإي بي سي والسي بي آس والإن بي سي كانت أغلب تقاريرها عن أوباما إيجابية مقارنة بمنافسه الجمهوري جون ماكين الذي كانت أغلب التقارير التي تتناوله سلبية هكذا يمكن القول إن وسائل الإعلام هي الأداة الأبرز التي أدخلت أوباما إلى الأوفال أوفيس في البيت الأبيض والمدهش هنا أن وسائل الإعلام بخلاف تأثيرها السياسي نجحت في التموضع كمرجعية راسخة داخل المجتمع ليس معلوماتيا فقط بل أيضا للقيم والتصورات والمواقف وقد كشفت دراسات متعددة أن الأجيال الناشئة تحديدا تنظر إلى الميديا كمصدر للقيم والأخلاق لا يقل في قوته المرجعية عن الأسرة أو المؤسسة التعليمية وربما الدينية أحيانا ويشير عالم الاتصال البروفيسور جيمس هالوران مدير مركز بحوث الاتصال الجماهيري بجامعة ليستر ببريطانيا إلى دراسة ميدانية حول تأثير مشاهدة التلفاز على الأطفال حيث تبين أن 87 من العين المستهدفة في سن 11 عاما أكدوا أنهم يثقون بالتلفاز أكثر من ثقتهم بأي مصدر آخر وعندما طولبوا بالاختيار بين التصديق بما يقوله الوالدان أو المدرسة أو التلفاز اختار 45% تصديق ما يقوله التلفاز التأثير الأخطر للإعلام يتمثل في أنه يساهم بدرجة كبيرة في تشكيل إدراكنا للواقع وإذا قلنا أن الإنسان يتفاعل مع الواقع بحسب تصوره له فإن الجهة التي تشكل إدراك الإنسان لواقعه تتحكم فيه حرفيا المشكلة هنا أن التلفاز بوصفه الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيرا يزاحم كل من المؤسسة التعليمية والأسرة في التأثير التربوي على النشأ وإذا كان المعدل العالمي للمشاهدة اليومية للتلفاز يتجاوز الثلاث ساعات فإن هذا يعني أن حوالي ثلتي الوقت المتبقي للإنسان من يومه بعد استبعاد أوقات العمل أو الدراسة والنوم والطعام والانتقال إلى آخره يقضيه متقوقعا أمام الشاشة وقد أظهرت إحصائية أمريكية أن المرأة يشاهد التلفاز في المتوسط منذ الثانية من عمره حتى خمسة وستين سنة بما يعادل تسع سنوات كاملة بخلاف الوقت الذي يقضيه في متابعة وسائل إعلامية أخرى وقبل تخرج العديد من تلاميذ الثانوية فإنهم يكونون قد شاهدوا ما يزيد على عشرين ألف ساعة وبالمقابل فإنهم يكونون قد قضوا خمسة عشر ألف ساعة في المدرسة وعددا أقل من الساعات مع أسارهم وبسبب ما يتسم به التلفاز من إثارة وتشويق فإنه يمارس تأثيرا تربويا يفوق ما تمارسه الأسرة أو المدرسة وهذا يعني أنه بات المصدر الأول في تشكيل إدراك الأجيال الناشئة وربما يعطينا السؤال التالي تصورا أكثر دقة لخطورة الوضع ما هو المصدر التربوي الذي لا يتحمل الأطفال أو الطلاب مفارقته لفترة زمنية طويلة المدرسة الأسرة التلفاز واقع الأمر أن الطالب يمكنه الاستغناء عن المدرسة لفترة طويلة دون أن يشعر بنقص أو أزمة كذا فإنه من المعتاد في حالات كثيرة أن يفارق الطالب أسرته شهورا متتالية من أجل التعلم بحسب ظروفه لكن ماذا عن التلفاز؟ قبل سنوات أجرت هيئة الإداعة البريطانية دراسة لاختبار قدرة مشاهدي التلفاز على العيش بدونه لمدة عام كامل اختار المنظمون 184 عائلة للمشاركة في الدراسة وهذا يعني أن الخاضعين للتجربة يضمون الأطفال والمراهقين والبالغين وقدمت لتلك الأسر إغراءات تمثلت في مبالغ مالية أسبوعية مقابل توقفها نهائيا عن استخدام التلفاز طيلة المدة المحددة بعد أسابيع قليلة بدأت أسر كثيرة في التفلت من الاتفاقية عائدة إلى التلفاز وبعد انقضاء خمسة أشهر فقط كان المئة وأربعة وثمانين عائلة قد انسحبوا تماما في أمريكا وقعت حادثة بشعة شغلت الرأي العام فقد قتل رب أسرة بين من شغل أطفاله بمتابعة برنامجهم المفضلة بعد مقتله مباشرة أجرت جامعة نيبراسكا دراسة حول تلك الحادثة في محاولة لقياس مستوى الارتباط بالتلفاز مقارنة بالأسرة وجهت الدراسة سؤالا لعينة من الأطفال ماذا تفضلون؟ الاحتفاظ بآبائكم أو بأجهزة التلفزيون؟ أكثر من نصف العينة اختاروا التلفزيون هذا التموضع المرجعي جعل من الصعب جدا أن يتقبل الجمهور اتهامات للإعلام لو صدقها فسوف يقع في مأزق شديد وفراغ معلوماتي ونفسي ولك أن تتخيل حجم الفراغ الذي سيحدث بالنسبة للمجتمع الأمريكي كمثال وهو يعتمد منذ العام 1963 على التلفاز كمصدر الرئيس للمعلومات حتى قال أحد المستشارين السياسيين الأمريكيين متحدثا لنائب في الكونغريس ما لا تشاهده على التلفاز فلا وجود له وهذا يعني أن الواقع والصورة التي ينقلها الإعلام عن الواقع قد تماهياء ثم حدث اكتفاء بصورة الواقع فقط فهل يعقل أن يغامر الجمهور المأسور بفقدان كل مدركاته عن الواقع؟ لذلك يقول البروفيسور الأمريكي ريتشارد زاكيا متحدثا عن الاستغلال الجنسي في وسائل الإعلام حتى عندما نحصل على علم شامل بالاستغلال الجنسي في وسائل الإعلام إلا أننا بشكل من الأشكال لن نوافق على تصديق ما سنعلمه وحتى لو أننا وصلنا إلى نقطة التصديق فإننا سنشعر بعدم القدرة على الحصول على أي مساعدة لمواجهة ذلك إذن الجمهور مضطر للتصديق لأنه غير قادر واقعيا على التعامل مع حالة فقدان المصداقية وهذا مفهوم كارثي حكى لي صديق يمتلك شركة مقاولات نقاشا طريفا جرى بينه وبين أحد العمال في شركته عن قضية ساخنة شغلت الرأي العام وكان العامل يتبنى تلقائيا الموقف الذي تدعمه برامج التوك شو في الفضائيات فسأله الصديق لماذا تثق في تلك البرامج؟ فقال العامل لأنهم لا يكذبون فقال الصديق بل هم يكذبون كثيرا فقال العامل بعفوية غير صحيح لو كانوا يكذبون لمنعتهم الحكومة وحضرتهم هذا العامل البسيط يفترض أن هناك رقابة فوقية تفصيلية تمنع الإعلاميين من الكذب بناء على ذلك فكلما يقولونه صواب وحق لا مجال للطعن فيه ما دام أن أحدهم قال كذا ولم تعترض الحكومة فلابد أن ما قاله صحيح من جهة أخرى يحدث كثيرا أن المتلقي يقوم بخداع نفسه ذاتيا فالطبيعة التعددية الإعلامية مع تنوع الرسائل والبرامج بدرجة هائلة تجعل من السهل أن يؤشر المتلقي على بعض ما يراه بأنه كادم أو مخادع ومن ثم يشعر بالإطمئنان إلى أن جهاز المناعة لديه يعمل بشكل سليم وأن بمقدوره التمييز بين الحق والصواب فيمضي قدما ليغرق في عالم لا متناهن من الخديعة لو كان الإعلام يقدم للجمهور تصورا دقيقا أو أميلا للواقع فلن تكون هناك مشكلة لكن للأسف فإن الإعلام في غالبه يتحرك من دوافع تتعلق بمن يموله وليس بمن يشاهده لذلك يقدم للمشاهد صورة محرفة عن الواقع ويتمثل التحريف في اتجاهين رئيسيين الأول تبسيط الواقع أو تضخيمه بحسب الغاية والمصلحة الثاني تقديم واقع خيالي بعيد تماما عن الحقيقة الغريب أن الإعلاميين أنفسهم لا يخفون مرضهم المتعلقة بممارسة الكذب والخداع على مدار الساعة مع ذلك يصر الجمهور على إدفاء مصداقية عالية على ما يتلقونه من رسائل إعلامية مبرمجة يقول الإعلامي المصري جابر القرموطي منتقدا الأداء الإعلامية بصفة عامة الإعلام بتعنا إلى انحدار إحنا في حالة انحدار وإن لم تنتبه إحنا والمجتمع هننزل ببعض وفي الهاوية حالة الإنفلات الموجودة في الإعلام حالة الإنفلات الموجودة في الإعلام العام والخاص محتاجة ضبط فيه حالة إنفلات فيه حالة عدم وعي فيه قلة أدب الأغرب من ذلك أن يتحول الكذب إلى عقيدة وتتحول ممارسة الكذب إلى حق أصيل لا يعاقب عليه القانون في أمريكا صدر قبل أشهر قليلة أغرب حكم قضائي ربما في التاريخ تعود القصة إلى سنوات ماضية حيث صدر قانون في ولاية أوهايو يعاقب رجال السياسة إذا مارسوا الكذب في إعلاناتهم أثناء حملات الدعاية لكن في أبريل 2014 على نحو مفاجئ صدر من المحكمة الأمريكية العليا حكم بإلغاء ذلك القانون ومنح السياسيين حرية ممارسة الكذب في الخطاب العام أو عن طريق وسائل الإعلام صدر الحكم بأغلبية خمسة أصوات ضد أربعة وجاء في حيثيات الحكم أن أي محاولة لتقييد أو معاقبة سياسي بسبب كذبه هو انتهاك دستوري لعقيدة مارسها السياسيون لعقود طويلة كما صرح جون روبرز أحد قضاة المحكمة التسعة بالقول بالنسبة للسياسيين الكذب شعيرة دينية تماما كالذهاب إلى الكنيسة أو الكنيس الفارق الوحيد أنهم يمارسونه سبعة أيام في الأسبوع التطبيق العملي لهذا الحكم يعني أن من حق أي سياسي أمريكي أن يتحدث عبر الإعلام بخلاف الواقع وأن يدلي بمعلومات كادبة وأن يحرف الحقيقة كما يشاء وينسحب هذا الحق بالطبع على الإعلاميين الذين تحتل السياسة والسياسيين مساحة كبيرة من موادهم ورسائلهم التي يبثونها للجمهور كان آلغور سادجا عندما كتب قبل تسع سنوات محذرا يبدو أن الاعتماد الدائم والقوي على الأكاذيب كقاعدة للسياسة حتى في مواجهة دليل ساطع قوي قد بلغ لكثير من الأمريكيين مستويات لم يكن أحد يتصورها من قبل الآن أصبح الكذب مباحا بحكم دستوري من المحكمة العليا الصفحات التالية خصصت جميعها لكشف خدعة الإعلام لا يكذب وللتأكيد على حقيقة مريرة وهي أن أغلب وسائل الإعلام لا تتوقف عن خداع الجماهير لحظة واحدة سواء كانت تلك الوسائل منصة يتحكم بها السياسيون أم رجال الأعمال أولا القاعدة الأولى من يدفع للزمار يختار اللحن هل تعلم كم تبلغ تكلفة إنشاء قناة فضائية مع بث بعض المرامج الحوارية البسيطة؟ إنها تقريبا 2 مليون دولار سنويا وأغلب القنوات من هذه الفئة لا تتمكن من تغطية تكاليف التأسيس أو التشغيل فماذا عن القنوات الأخرى؟ بعض القنوات التي تبث برامجها في الفضاء العربي تبلغ ميزانيتها مئات الملايين من الدولارات سنويا بل إن بعض البرامج وليس القنوات تتجاوز ميزانيتها عشرات الملايين من الجنيهات بل إن بعض مقدمي برامج التوكشو في مصر كمثال يتجاوز راتبهم الشهري مليون جنيه في تصريح مثير لوزير الإعلام المصري السابق قال إن القنوات الفضائية المصرية الخاصة تنفق سنويا 6 مليارات جنيه بينما تبلغ إيراداتها في المتوسط مليار ونصف مليار جنيه فمن يدفع الفرق الذي يبلغ أربع مليارات ونصف؟ حدثني صديق إعلامي يعمل كرئيس تحرير لصحيفة يومية محدودة الانتشار عن مشكلات مالية كثيرة تواجهه بينما يحاول البقاء في دائرة التأثير ثم قال هل تعلم أن إجمالية كاليف الطباعة والرواتب والتوزيع التي أدفعها في شهر كامل تقل عن الراتب الشهري لرئيس تحرير صحيفة يومية شهيرة؟ ربما يختلف الإعلام العربي الخاص عن مثيله الغربي حتى الآن في عجزه عن تحقيق مستويات عالية من الإيرادات التي تغطي تكاليف التشغيل لذلك يبقى السؤال مطروحا تتراكم عليه علامات الاستفهام عن الدوافع والمصالح التي تتدفق من أجلها مليارات الدولارات الضائعة سنويا من أجل شيء واحد هو التأثير في توجهات الرأي العام وردود أفعاله نحن لا نتحدث هنا عن سوق للأعمال الخيرية بل عن مصالح اقتصادية وثقافية وسياسية يرى أصحابها أنها تستحق أن يدفعوا لتحقيقها المبالغ الطائلة من أجل التحكم في الرأي العام إذن نحن نتحدث عن إعادة توجيه عن توليد سلوكيات لم تكن موجودة عن تغيير قناعات وهذه العملية برمتها تسير بحسب بوصلة الممولين وليس خريطة مصالح الجمهور أو هويته أو قيمه وهذا هو ما نطلق عليه الخداء السر وراء الإعلام يكمن في مزيج ثلاثي يضم ثلاثة أركان المال السياسة الإعلام رجال الأعمال الذين يمتلكون شركات ضخمة تتجاوز ميزانياتها أحيانا ميزانيات كثير من الدول لهم مصالح متعددة ومتشعبة اقتصادية وسياسية وثقافية إلى آخره ولكي يمررون مصالحهم لابد لهم من اختراق وسائل الإعلام واختراق عالم السياسة السياسيون يحتاجون إلى من يدعمهم في حملاتهم الانتخابية وبالتالي يحتاجون إلى الإعلام ورجال الأعمال وهنا تنعقد الصفقات والتسويات والاتفاقات الإعلام يفتقر إلى رؤوس أموال كبيرة وبالتالي لن يقتحم هذا المجال إلا رجال أعمال يملكون ثروات طائلة ومصالح معقدة يتحدث نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل غور عن التلفاز بوصفه الوسيلة الأكثر تأثيرا فيقول عندما لا يتمكن غير الأغنياء من الدخول إلى الساحة الرئيسة التي يتلقى منها أغلبية الشعب معلوماتهم فإن من يمكنهم دفع ثمن القبول يصبح لديهم تأثير أكبر بصورة آلية وتصير آراءهم أهم من آراء الآخرين ومن ثم تتغير أولويات الدولة حتى في أمريكا يحتاج اقتحام عالم الفضائيات إلى رؤوس أموال ضخمة فالقضية ليست مجرد حجز موقع على قمر صناعي أو بث برامج حوارية لا يشاهدها أحد فالمهم أن تمتلك القناة الفضائية قدرة على جذب أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع لتكتسب التأثير المنشود وهذا يحتاج إلى تمويل هائل فقط رجال الأعمال أصحاب المصالح بل لهم الحق في الدخول وهذا ما يصفه الفيلسوف الألماني يورغن هابر ماس بأنه إعادة الإقطاع إلى المجال العام النتيجة أن بضع مئات من الشركات ربما لا يتجاوز المئتين شركة هي من يتحكمون في أهم وسائل الإعلام العالمية سواء عن طريق التمويل المباشر أو عن طريق الإعلانات ويعترف الخبير الأمريكي في مجال الإعلام ويلسون برانكي بأن هذه الشركات تسيطر حرفيا على الثقافة الأمريكية وعلى منظومة القيم فيها وغالبا لا يملك السياسيون قدرات عالية على المناورة ومن ثم يقعون بين مطرقة الإعلام وسندان المال بلغ الأمر في أمريكا حدا بالغ الغرابة بالنظر إلى عراقة التجربة الديمقراطية فنواب الكونغريس يتغيبون عن الجلسات من أجل التنظيم وحضور حفلات التبرعات لجمع المال اللازم لإعادة انتخابهم هذا المال الذي يدفعه أصحاب المصالح ينفق أغلبه لشراء فقرات إعلانية تبث عبر المحطات التلفزيونية هذا العلاء دفع اللجان الانتخابية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى البحث عن مرشحين ميلتي مليونيرات يمكنهم دفع تكاليف الإعلانات وحملات الدعاية وهكذا تزايدت نسبة الأثرياء داخل المجلسين جاك أبراموف الملقب بصانع الملوك يعطي نموذجا مباشرا على كيفية تدافع الأركان الثلاثة المال والإعلام والسياسة على حساب الجمهور أو المصلحة العامة كان أبراموف يدير مكتبا قانونيا في واشنطن يعمل في مجال تمثيل الشركات والمصالح لكنه اقتحم مجالا آخرا جديدا كان المعتاد أن كل شركة لها مصالح معينة في إحدى الدوائر الانتخابية تقوم بدعم المرشح الأقرب لها والذي تتفق معه على دعم مصالحها بعد فوزه في الكونغرس ولأن عدد الشركات كبير والمصالح متعارضة كان الصراع هو سيد الموقف مثلا شركات التبغ تريد الترويج لمنتجاتها وتخفيف القيود القانونية على تداولها بينما شركات التأمين الصحي تريد مزيدا من التضييق حتى تقلل نسبة المتوفين بسبب التدخين من عملائها فلا تضطر للدفع لأجلهم في النهاية يفوز مرشح إحدى الشركات والتي تتعامل مع النائب الجديد بوصفه سلعة من إنتاجها فتحت هذه الصراعات بين الكبار ثغرات نفد منها أحيانا مرشحون آخرون يقدمون مصالح الجمهور الذي انتخبهم ويتبنون تصورات تتعارض بصفة عامة مع مصالح الشركات النافذة هنا تقدم أبراموف بمقترح يهدف إلى سد تلك الثغرات بإمكان الشركات الكبرى أن تجتمع وتتوافق وتقدم تنازلات مشتركة وصولا إلى نقطة تجمع كافة الأطراف فيتفقون على مرشح واحد يمثلهم تحول مكتب جاك أبراموف إلى ملتقى تعارف يجتمع فيه الأعداء السابقون ليتفقوا سويا على خداع الجمهور وكانت تكتب بينهم عقود توضح حدود المواجهة على سبيل المثال تستجيب شركات التبغ لشركات التأمين فتوقف إعلاناتها عبر التلفاز بينما تترك الإعلانات في الصحف الأسبوعية المهم أن توضع المصالح المتضاربة في بوتقة واحدة من أجل الحفاظ على مصالح الجميع وكانت الحملات الإعلانية تطلق بتمويل هائل لدعم المرشح التوافقي الذي يصعب أن ينهزم أمام أي مرشح بلغ نفود أبراموف مبلغا عظيما حتى إنه كان يوزع مقاعد الكونغريس من مكتبه وكان يدخل البيت الأبيض ويلتقي بمسؤوليه في أي وقت حتى سقط أخيرا في تهم تتعلق بالرشوة والتهرب الضريبي وأدخل السجن ليقضي عقوبة ثلاثة أعوام ونصف فقط بعد أن تلقى تهديدا بأنه لو كشف حقيقة ما كان يحدث سوف تدبج له وزارة العدل قضايا لن تدعه يخرج من السجن أبدا المال يصنع الإعلام ويصنع السياسة وكذا يفسدهما لذلك يقول ميكافيلي في كتابه الأمير غالبا ما يضطر الأمير الذي يود الاحتفاظ بسلطته أن يكون غير صالح ذلك لأنه عندما تكون الفئة التي يرى ضرورة الاعتماد على مساندتها فاسدة سواء كانت عامة الشعب أو الجنود أو النبلاء فإن حاجاتك الملحة تجعلك تكيف نفسك حسب مزاجها وترضيها فالتصرفات الأخلاقية الفاضلة في هذه الحالة لن تجلب لك سوى المتاعب لا يختلف الحال كثيرا في الإعلام العربي فاتهامات التمويل رائجة ويتبادلها المتنافسون في الحقل الإعلامي بكثافة ولو نظرنا إلى الفضائيات المصرية الخاصة كمثال سنجد أنها تتلقى اتهامات بالتمويل من الداخل والخارج من رجال أعمال ينتمون إلى نظام مبارك بل وحتى من اليهود كما ذكرت الكاتبة في صحيفة الأهرام الحكومية سامي أبو النصر أن الصهاينة وراء تمويل الفضائيات الخاصة بالإعلانات وقالت أيضا هناك نحو عشر فضائيات مصرية سعت لعمل بروتوكول لاحتكار تورة الإعلانات في مصر ضمن خطة خبيثة لتدمير تلفزيون الدولة الرسمي وبالتالي تسنح لهم الفرصة بالاستيلاء على ما يملكه من أصول هائلة ومنها استوديوهات بالإنتاج الإعلامي وتراث هائل من المواد الإعلامية وقالت أبو النصر إن من يقف وراء ذلك شركات يملكها إمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ بوابة الأهرام 1-8-2014 وقد كشفت شارلوت بيريز مسؤولة العلاقات العامة في وزارة الخارجية الأمريكية في فترة ما بعد الحادي عشر سبتمبر عن توجه مهم للإدارة الأمريكية في تعاملها مع الإعلام العربي فقد تحدثت بيريز أمام نادي الصحافة الوطني عن فشلها والصعوبات التي تواجهها في إعادة توجيه الرأي العام العربي ليصبح ودودا تجاه الولايات المتحدة كان من أسباب الفشل صعوبة تمرير المواد المنتجة أمريكيا في هذا الصياق عبر وسائل الإعلام العربية في حديثها طرحت بيريز الحل وهو لدينا خيار واحد في عالم الشرق الأوسط والمنطقة الجنوبية الشرقية يجب أن نشتري أجهزة الإعلام نفسها الحديث عن الشراء ليس حرفيا بالطبع فهو مجرد كلمة يقصد منها التمويل يعني فلنمولهم ولندعهم يحققون الأهداف بطريقتهم الخاصة في مصر تبدو العلاقة بين المال والإعلام غامضة جدا فحجم المال المتداول من أجل التمويل يفوق بكثير الإيرادات المتحققة والرواتب التي يتقاضاها مقدم برامج التوك شو كمثال تفجر علامات استفهام عديدة فنحن أمام رواتب تصل إلى ما يزيد على عشرة ملايين جنيه سنويا يتقاضاها بعضهم أما في الصحف فإن صحيفة واحدة أسسها الملياردير محمد الأمين تقدم رواتب باهظة لجيش من الصحفيين دون أن تكون قادرة على تغطية ولو نسبة بسيطة من تكاليفها إذ يتقاضى رئيس التحرير 200 ألف جنيه شهريا ونائب رئيس التحرير يتقاضى 130 ألف جنيه شهريا أما مدير التحرير فيحصل على 75 ألفا يمتلك محمد الأمين إمبراطورية إعلامية تكلفه مليارات الجنيهات سنويا وهو لا يتوقف بل يتجه إلى مزيد من التوسع لشراء وتأسيس وسائل إعلامية جديدة وقد صرح بأن شبكة قوات السي بي سي التي يمتلكها هي صدقة جارية كما قال لصحيفة السفير اللبنانية في 27-2011 إن رأس مال القناة وقف وهدية للشعب المصري لدينا قناة غير ربحية وتسعى إلى إعادة تشكيل الوعي المصري الرجل يقول صراحة إنه يدفع هذا المال دون مقابل للأسف ينظر كثير من الجمهور العادي إلى الإعلاميين بوصفهم أصحاب قضية ولهم انتماء حقيقي بينما واقع الأمر أن عددا كبيرا من هؤلاء يشبهون تماما لاعب الكرة المحترف الذي يلعب اليوم مع فريقه ضد فريق منافس لكنه في الموسم التالي قد ينتقل إلى الفريق المنافس ليلعب متحمسا ضد فريقه الأول القاعدة هنا هي الولاء لمن يدفع وبالعودة إلى جابر القرموطي نجده يتحدث عن ظاهرة تغيير الولاءات لدى الإعلاميين فيقول إنهاردة تبقى مع فلان وبكرة تبقى مع فلان تاني وتيجي النهاردة تشتم فلان اللي كنت معاه واحد النهاردة بيشتغل في قناة اختلف مع القناة رح يشتغل في قناة تانية يقعد يشتم في القناة اللي كان فيها قبل كده دانت كنت بتاكل فيها عيش يا راقل بالبلد كده تروح قناة تانية تشتم طب مشتمتهاش ليه لما كنت موجود تغيير الولاءات لا يقتصر على الإعلاميين فقط بل يشمل وسائل الإعلام نفسها والصورة التالية تغني عن كلام كثير الصورة الأولى لجريدة الأهرام المصرية عنوان عريض يقول الملايين يخرجون تأييدا لمبارك مسيرات ومظاهرات بالقاهرة والمحافظات للترحيب بقرارات الرئيس الصورة التانية لنفس الصحيفة صحيفة الأهرام المصرية تقول في عنوان عريض الشعب أسقط النظام ومن الحوادث الطريفة دات الدلالة المتعلقة بتقلبات الإعلاميين مع مصالحهم والتي تكشف حجم خسارة الجماهير الذين يقعون تحت تأثير هؤلاء ما حدث مع إدوارد بيرنيز الذي تسبب في قصة طويلة سيأتي ذكرها لاحقا تسبب في إقبال النساء الأمريكيات على التدخين بشراها بعد قيامه بحملة دعائية ناجحة فبعد عقود من انزلاق النساء إلى تلك الهاوية اضطر بيرنيز نفسه إلى تدشين حملات لمكافحة التدخين للرجال والنساء بعد أن توفيت زوجته بمرض سرطان الرئة لكن هذا التحول في موقف بيرنيز لم يجد نفعا في تحويل النساء إلى عادتهن الأولى بتجنب التدخين إذ لا تتحول الجماهير بالمرونة نفسها التي يتقلب بها مرتزقة الإعلاميين وعليه فإن نسبة النساء المدخنات في بعض الولايات الأمريكية بلغت حوالي 50% وفي نيويورك تبلغ النسبة 77% كما تبلغ النساء الحوامل المدخنات حوالي 20% ثانيا الإعلام يتعلم من بافلوف في العقد الثاني من القرن العشرين ظهرت الاتجاهات السلوكية في علم النفس واعتقد كثير من العلماء أن نماذج السلوك عند الإنسان تتشابه في كثير منها عند الحيوان في العلاقة بالمثيرات الخارجية وهكذا بدأت التجارب على الحيوانات وظهرت نظريات كثيرة تفسر سلوك الإنسان تجاه المثيرات الخارجية أمرز تلك النظريات ما عرف باسم التعلم الشرطي حيث أجرى العالم الروسي إيفان بافلوف تجارب شهيرة على الكلاب لاختبار درجة استجابتها للمثيرات الخارجية فقام بإجراء مزامنة بين مثير حقيقي هو الطعام وبين مثير آخر مثير محايد شرطي هو صوت الجرس ليتحقق من رد فعل الكلب وهو جرايان اللعاب ثم أثبت أن المثير الإضافي بمفرده قادر على تحفيز رد الفعل نفسه لدى الكلاب خلاصة ما استفاده الإعلام من نظريات التعلم الشرطي هو تحديد الطرق الرئيسية التي يستجيب بها الإنسان تجاه المثيرات الخارجية وهي أولا تداعي المعاني كما سبق فإن الربط بين مثيرين أحدهما حقيقي والآخر إضافي يؤدي إلى إمكان استثارة ردود الأفعال بمجرد التلويح بالمثير الإضافي ربما يكون استخدام الصور السلبية كمثير إضافي مع شخص أو مجموعة من الناس بصورة متكررة أحد التطبيقات الأكثر تداولا في المجال الإعلامي لنظرية التعلم الشرطي أثناء الحرب العالمية الثانية كمثال كان الإعلام يقرن دوما بين صور الوحشية والدمار حقيقية ومزيفة وبين القادة والجنود الألمان ليستثير الخوف والكراهية لدى الرأي العام بحيث أنه متى ما ذكر هؤلاء يتم استحضار الصورة السلبية تلقائيا وبالتالي مشاعر الخوف والكراهية وفي ألمانيا كان الحزب النازي يروج ضد الديمقراطية في حملاته الدعائية فيذكر إعلامهم مثلا أنه في ألمانيا ثمانية وتلاتين حزبا وستة ملايين عاطل ليقرنوا بين الديمقراطية والإخفاق الاقتصادي في وقتنا الحالي يستخدم الإعلام الغربي الأسلوب نفسه للترويج ضد المسلمين بأن يقرن مثلا بين ملامح المسلم العربي أو بعض سلوكه الديني مثل أداء الصلاة أو قراءة القرآن وبين القيام بأعمال عنف وهو ما أدى إلى وقوع حالات متكررة اتخذت فيها إجراءات متحيزة ضد مسلمين يقومون بالصلاة في بعض المطارات أو يرددون بعض الأذكار أثناء الصفر مما يثير صورا وارتباطات دهنية لدى الآخرين تجعلهم يتوقعون ارتكاب أعمال عنف في نوفمبر 2006 طرد ستة أئمة من طائرة أمريكية قبل إقلاعها واقتيدوا خارجها مقيدين بعد أدائهم صلاة المغرب على متنها بعدما اشتك أحد الركاب لطاقم الطائرة من مشاهدته سلوكا مثيرا للشبهة وكان الأئمة الستة عائدين من مؤتمر إسلامي في مينابوليس وقال هؤلاء الأئمة إنهم قيدوا وعوملوا بإدلال خلال الحادثة بي بي سي 22 نوفمبر 2006 أطريف هنا أنه أحيانا يحدث العكس بمعنى أن بعض الأمريكيين لديهم قناع بأن الإرهابيين ربما يمارسون سلوكا غير ديني للتغطية على تحركاتهم قبل تلفيد عملية ما ففي عام 2004 سافر مضرب سوري مع فرقته المسيقية على طائرة أمريكية داخلية وكان عددهم 14 شخصا وقد أثارت ملامحهم العربية شكوك الركاب خاصة وقد رأوهم يتبادلون النظرات ويذهبون إلى دورة المياه بانتظام وكان أحدهم يرتدي نظارة شمسية ويجلس في الدرجة الأولى مضرب الفرقة وتقول الصحفية آني جي جيبسون التي كانت على متن الطائرة أنها اعتقدت أنهم يخططون لفعل شيء ما وبالفعل تم إبلاغ قائد الطائرة وفرضت رقابة على الركاب حتى الهبوط حيث تم احتجازهم والتحقيق معهم ليتبين عدم وجود أساس للخوف ومع ذلك قالت الصحفية جي جيبسون تبرر شكوكها إذا تمكن 19 إرهابيا من تعلم الطيران أليس بمقدور 14 إرهابيا تعلم العزف بي بي سي 25 سبعة الفين وأربعة بالنظر إلى الصراعات العديدة التي خاضتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش فقد كان على مسؤوليها أن يسقطوا أشخاصا وأحزابا وكيانات وكانت طريقتهم المفضلة في ذلك هي التداعي الشرطي للمعاني بعد هجمات سبتمبر مباشرة قرر بوش أن تتلازم الإشارة إلى بل لادن وصدام حسين معا في الخطاب الإعلامي للإدارة بحيث يستقر في أدهان الجمهور أنهما شيء واحد فإذا كان بل لادن بتأثير الهجمات يستجلب لدى الأمريكيين مشاعر الخوف والكراهية فإن الملازمة بين الشخصين سوف تحمل صدام حسين المشاعر نفسها بما يسهل على الرئيس المضي قدما نحو غزو العراق ولم يتوقف هذا الإصرار على الربط بين الرجلين حتى بداية الحرب لدرجة أنه عندما قرر بوش أن يطلب من مجلس الأمن إعطاء تفويد دولي لبدء الغزو اختار أن يلقي خطاب المطالبة من على منصة الأمم المتحدة في اليوم التالي لذكرى الحادي عشر سبتمبر في العام 2002 وفي المعركة الشارسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مقاعد الكونغرس عام 2006 ربط بوش بين الديمقراطيين والإرهاب فقال في تصريح إعلامي إذا فاز الديمقراطيون فاز الإرهابيون ثانيا التعزيز أو التدعيم يتعلم الإنسان أن يستجيب للمثير الإضافي بصورة إيجابية كلما كان المثير الطبيعي أو التحفيزي يبعث بدرجة أكبر على الرضا والسعادة أو يستثير الغرائز بقوة بينما يتجنب الاستجابة إذا كان ذلك المثير يبعث على النفور أو الخوف كثير من الإعلانات التي يبثها الإعلام تلعب على هذه القاعدة فعندما تشاهد إعلانا عن مشروب يتناوله أحد الأشخاص معبرا عن تلذده أو عن اكتسابه قوة مفاجئة أو عندما يجلب استخدام السلعة المعلن عنها نظرات الإعجاب من الآخرين عندما تشاهد ذلك ثم عندما تجد نفسك مدفوعا لشراء تلك المنتجات بعينها تذكر أنهم يبرمجون خارطتك السلوكية دون أن تشعر بعض الإعلانات تستخدم الغرائز الجنسية بصورة مفرطة لتعزيز المنتج مثل الإعلان الذي يقدم عطرا رجاليا أو كريم للشعر تتهافت النساء على من يستخدمه ثالثا المحاكاة يميل الإنسان إلى التصديق ما يكون مصحوبا بمثال عملي أو تجربة شخصية فهو يكتسب سلوكيات معينة بطريقة أسرع من خلال محاكاته للآخرين خاصة لو كان هؤلاء من دو التأثير أو الشهرة ونتذكر قصة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في الحديب عندما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو بالتحلل من الإحرام على الملأ ليقتدي به الصحابة الذي شق عليهم الرجوع دون دخول مكة والمحاكات في الإعلام تأتي على أنماط مختلفة فقد يكون هدفها استخدام المشاهير في الترويج لسلوك أو اختيار موقف معين حيث تظهر شخصية شهيرة تمارس ذلك العمل المستهدف بالترويج من أجل دفع الناس لمحاكاته وربما يتم استخدام أشخاص غير معروفين للترويج لذلك الإختيار من خلال ممارستهم له بطريقة ترغيبية فالإنسان غالبا لا يفكر من خلال الإحصائيات والحقائق بل من خلال الأمثلة والحكايات وهو يحكم على احتمالية وقوع أمر ما عندما يسهل عليه تخيله ووظيفة الإعلام أن يجعل الأمر المستهدف بالترويج سهل التخيل حاضرا في الدهن وهذا الأسلوب من أكثر الأساليب انتشارا وتراه في رسائل إعلامية ودعائية لا تنتهي كما في الإعلانات عن أماكن التنزه أو الشقق السكنية أو المطاعم أو السيارات إلى آخره نجد مشهد الأسرة السعيدة الشهير كذلك ما نراه في بعض الإعلانات عن أساليب سريعة لجني الأرباح من خلال الاستثمار والمضاربة فهي لا تكتفي بأن تقدم للشريحة المستهدفة وصفا مغريا لما ينتظرهم أو لكيفية حصولهم على الربح بل يأتون بأشخاص يقولون أنهم مارسوا ذلك الأسلوب وجنوا أرباحا وفيرة وتبدلت حياتهم للأحسن ويظهر هؤلاء في مشهد يفيض بالسعادة مع تنوع أعراقهم وجنسهم وملبسهم ليناسب أكبر عدد ممكن وفي الإعلانات السياسية في أمريكا التي تستغرق الثواني معدودة من المعتاد أن يظهر المواطنون الأمريكيون في الإعلان وهم يدعمون أحد المرشحين ويعبرون عن تأييدهم له بحماسة وطبعا كل هؤلاء ممثلون محترفون لا علاقة لهم بهذا العمل أصلا وإنما هم مجرد أداة تقدم للجمهور أنثلة وحكايات تملأ أذهانهم وتدفعهم لمحاكاتهم في بعض الحالات يتم توظيف هذا المفهوم في الدعاية السياسية بصورة متعددة منها الإخراج الإعلامي لبعض المشاهد التمثيلية التي تبرز تعاطف أحد أفراد الشعب مع قرار حكومي مثلا كان يؤتى بامرأة عجوز فقيرة تقوم بالتبرع بمالها القليل استجابة لدعوة وجهتها الحكومة إلى الشعب لدعم الاقتصاد فيتم التركيز على تبرع المرأة وعلى فقرها ثم على التكريم الذي تلاقيه كأن يقابلها أحد المسؤولين البارزين مثلا وعادة ما تكون هذه المشاهد مبرمجة من أجل تقديم نموذج عملي يدفع الشرائح المماثلة إلى محاكاته وقد تكون المحاكات جزئية أو عرضية فالإنسان المعجب بشخصية مشهورة يعلم جيدا أنه لن يستطيع تقليدها تماما في أسباب نجوميتها التي تتنوع ما بين الصفات الجسمانية أو المهارات الرياضية أو الفنية أو غير ذلك من ثم يلجأ إلى محاكات الصفات الثانوية أو المثيرات الإضافية التي تمررها له الإعلانات أو الأفلام والمسلسلات مثل التدخين أو الأزياء أو طريقة الكلام والعبارات النمطية التي يستخدمها إلى آخره وتلعب المواد الإعلامية الدرامية مثل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الواقعية دورا كبيرا في تمرير قدر كبير من الأفكار والتصورات والأنماط السلوكية عن طريق المحاكاة كونها تقدم للناس نماذج كاملة من حياتهم اليومية ومشكلاتهم التي يواجهونها هذا الركام الهائل يتحول إلى مخزون ضخم يتم استدعاء مفرداته عند مواجهة مواقف أو مشكلات مشابهة مع استنساخ أنماط التصرف التي مارسها الممثلون في سياقات إيجابية وأحيانا تكون المحاكاة عكسية بمعنى تقديم سلوك ما أو فئة ما أو فكرة ما في سياق سلبي منفر يدفع الجمهور إلى تجنب محاكاتها تماما كونها تعززت بمثيرات سلبية كأن يقدم رجل الدين في بعض الأفلام بوصفه شخصية تفتقد للوقار تجلب السخرية والاستهزاء بما يدفع المتلقين إلى تجنيب أبنائهم مسار التعليم الديني الذي يحولهم إلى هذا النموذج وكذا ما تقدمه بعض المواد الإعلامية من صورة مشواهة للمتدينين أو لبعض سلوكياتهم الدينية المرتبطة بإقامة شعائر معينة بما ينفر المتلقين من محاكاة هذا السلوك أو هذه الفئة ثالثاً الاستعانة بصديق عام 1940 في أمريكا نجح فرانكلين روزفيلت في الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية برغم معارضة الصحافة والراديو والوسائل الإعلامية الأبرز وقتها لرئاسته نتيجة لذلك ثارت تساؤلات حول حدود تأثير الإعلام وما إذا كانت رسائله تصل بوضوح إلى الجمهور وأجريت عدة دراسات وصلت إلى نتيجة مهمة وهي أهمية الاتصال الشخصي ودور قادة الرأي في تعزيز الرسائل الإعلامية وبرزت نظريات أهمها نظرية التدفق على مرحلتين لتفسير هذه الظاهرة فالرسائل تنتقل من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي ومن ثم إلى الجماهير على مرحلتين فبسبب أن عملية الفهم تتنوع من فرض إلى آخر فقد اكتشف الباحثون أن الرسائل المباشرة غير المدعمة ليست ذات تأثير كبير على جموع المتلقين بينما تكتسب قوة وتأثير إذا نقلت إلى النخب وقادة الرأي الذين لديهم القدرة على إعادة صياغتها ووضعها في إطار ذي ذلالة عند الجماعات التي تتبع لهم مع تطور وتعقد العمل الإعلامي فإن هذه النظرية تطورت تطبيقاتها وتعزز الدور الذي يلعبه قادة الرأي والنخب في صياغة توجهات الرأي العام بالنظر إلى القدرات الاتصالية الهائلة لوسيلة مثل الفضائيات التي باتت تغني عن الاتصال المباشر لقادة الرأي مع الجمهور كما تطورت أيضا الدراسات المتعلقة بشبكات التواصل الإجتماعي انطلاقا من الفكرة نفسها واستخدمت تقنيات رياضية معقدة من أجل تحديد نقاط التأثير في تلك الشبكات ولعل النمط الذي يعمل به موقع مثل فيسبوك يقدم نموذجا لتوظيف هذا التطور إعلاميا وتجاريا يعمل الفيسبوك من خلال استخدام برامج تحليل معلوماتية معقدة على رسم خريطة للتواصل الإجتماعي لكل المشتركين في الموقع وكل مشترك تنبثق منه خطوط تواصل بحسب تعقد علاقاته وتشعبها ومن هنا تتحدد دوائر العلاقات والاهتمامات ومسارات تبادل المعلومات ومن خلال ذلك يحدد الموقع الأشخاص الذين يمثلون نقاط محورية أكثر من غيرهم ويتم توظيف ذلك كله في تنفيذ خطط إعلانية أكثر دقة وأعمق وصولا تتبع وسائل الإعلام استراتيجية مشابهة ولكن أقل تعقيدا إذ من الطبيعي أن تحرص الصحف الكبرى على استكتاب عدد ضخم من كتاب الرأي الذين ينتمون لاتجاهات مختلفة حتى لو تعارض بعضهم مع توجه الصحيفة نفسها فالقاعدة التي يتحرك الإعلام في إطارها هي الوصول لأكبر عدد ممكن من القراء وهذا يستدعي التواصل مع عديد من النقاط المحورية داخل المجتمع يحدثني ناشط إسلامي عن تجربة شخصية تعطي مثالا توضيحيا لهذه الفكرة يقول إنه سعى ليكتب في صحيفة يومية شهيرة ذات توجه علماني وهي في العموم تتبنى الاتجاه السياسي المناقض تماما لذلك الناشط مع ذلك تم قبوله على الفور ليكتب مقالا أسبوعيا ثابتا لأن رئيس التحرير عرف أن ذلك الناشط لديه على صفحته أكثر من 140 ألفا من المشتركين الذين ينتمون إلى فئة محددة في الواقع فإن قطاعات واسعة من الجمهور تحتاج خاصة في أوقات الأزمات إلى تدعيم وتوضيح من قادة الرأي والمؤثرين لما يعرض عليهم ويرونه في وسائل الإعلام حتى لو كانت الرسالة الإعلامية واضحة في مضمونها ودلالاتها يقول أحد المعلقين السياسيين على موقع فيسبوك إنه اعتاد على تلاقي رسائل وملاحظات على صفحته من أشخاص يشعرون بالحيرة تجاه أخبار أو معلومات معينة برغم أنها لا تفتقر إلى مزيد بيان وتأتي الاستفسارات عادة بسيغ مثل ما رأيك؟ ما تعليقك على ما يحدث؟ وهم في حقيقة الأمر لا يطلبون إيضاحا وإنما يبحثون عن من يطمئنهم إلى أن ما تلقوه أو فهموه صحيح بالفعل تنجأ وسائل الإعلام في ظل الأزمات السياسية إلى اتباع هذه الاستراتيجية الاستعانة بصديق فمن أجل تمرير الرسائل الإعلامية المستهدفة يستعان بعدد كبير ومتنوع من الرموز والمشاهير لتأييد موقف سياسي معين مع الحرس الزائد على أن يغطي هذا التنوع أذواق كافة شرائح المجتمع والأمر هنا لا يقتصر على استضافة المتخصصين الذين يحللون ويفسرون بل يكفي أن يؤتى بهؤلاء النخب ليعبروا فقط عن تأييدهم أو رفضهم لما هو مستهدف إعلاميا في الفضائيات المصرية على سبيل المثال جرت العادة على استدعاء كل من يمكنه التأثير أو يمتلك شعبية لدى قطاعات مختلفة من الجماهير من أجل توجيه الرأي العام في اتجاه مبرمج مسبقا فنجد استضافة لرموز الثقافة والرياضة والفن ليعبروا عن دعمهم لذلك الاتجاه حتى إنهم يستدعون أحيانا ممثلين وممثلات اعتزلوا العمل الفنية منذ سنوات طويلة بسبب تقدمهم في العمر حتى إن بعضهم يمشي متقئا وربما يعجز عن الوقوف يفعل الإعلام ذلك من أجل التأثير النفسي في شرائح الجمهور التي لها ذكريات قديمة مع هؤلاء الفنانين وهنا يظهر تأثير بيرنيز مرة أخرى فهو صاحب اختراع التوظيف السياسي لنخبة الفن إذ استدعاه الرئيس الأمريكي كالفن كوليج عام 1924 ليستشيره بشأن خفاض شعبيته وتعرضه للسخرية من الصحافة فلجأ بيرنيز إلى أسلوب مبتكر وقتها حيث أقنع حوالي 34 من نجوم السينما بأن يزور الرئيس في البيت الأبيض ويلتقط بعض الصور معه بالفعل اهتمت الصحافة بهذه الزيارة التي رفعت شعبية الرئيس وتحول هذا الأسلوب من يومها إلى إجراء تقليدي يلجأ إليه السياسيون لتمرير سياساتهم ودعم شعبيتهم هذا الدور الخطير الذي يلعبه قادة الرأي دفع كثيرا من الدول إلى اتباع استراتيجيات مختلفة للتحكم في الرأي العام عن طريق محاولة التحكم في قادة الرأي أنفسهم سواء بهدف توظيفهم لتحقيق مصالح النظام أو لمنعهم من التغريد خارج السرب ويمكن ملاحظة ثلاثة أنماط من التعامل مع النخب المؤثرة في الرأي العام أولا المنع تتبع بعض الحكومات مبدأ السلامة فتقوم باتباع استراتيجيات قاسية في فلترة قادة الرأي من المنبع فلا تسمح بداية ببروز شخصية تتبنى توجها معارضا لدرجة أن تصبح ذات تأثير على الرأي العام كان القدافي يتبنى هذه الطريقة بحماسة لافتة حتى إن أجهزة مخابراته كانت تقلص من انتشار أو تأثير أي شخصية تنمو شهرتها في أي مجال متجاوزة الخطوط الحمراء ولو كان ذلك المجال كرة القدم أو الفن في حالة ما إذا نجحت بعض الشخصيات في تجاوز الفلاتر وحققت شهرة بارزة يتم ترهيبها وحصارها وتحجيمها وأحيانا يرسم لهذه الشخصيات مسارات محددة يلزمون باتباعها وإلا ألقي بهم في غياه بالنسيان كان نظام مبارك في حالة صدام دائم مع فئات من الصحفيين بسبب عدم قدرته على منعهم بصورة كاملة فكان يستخدم معهم أسلوب الترهيب والترغيب يقول عاد الحمودة رئيس تحرير صحيفة الفزر إن مبارك في زيارة لإحدى الدول العربية عقب محاولة اغتياله في أديس أبابا التقى مع وفد نسائي في تلك الدولة ووجه نقدا حادا للصحفيين المصريين فقال إن الصحفيين المصريين مرتشون وغير مؤهلين للعمل ولا بد من محاربتهم الوفد 11-8-2011 على الصعيد الديني كان الظهور الإعلامي للرموز الدينية في عهد مبارك مقننا وخادعا لإستراتيجية معقدة فمن يسمح له بالظهور في الفضائيات يلتزم بنهج معين في الحديث وفي القضايا التي يطرحها كما يؤخذ عليه تعاهد بأن يدعم التوجه الرسمي في قضايا بعينها في توقيتات محددة وكان يفرض على بعضهم الاختيار ما بين العمل في الفضائيات أو العمل في المساجد بين الجماهير مباشرة ومن يختار مجالا يترك الآخر حتى ظهور المتدينين في مجالات غير دينية كان مفلترا أيضا في تلك الحقبة حتى لا يظهر هؤلاء في سياق إيجابي يؤثر على الجمهور وأتذكر حادثة وقعت لأحد مدرسي كلية الهندسة بجامعة القاهرة وكان ملتحيا فقد حصل على الدكتوراه بدرجة امتياز في تخصص يتعلق بتطهير بقع النفط في البحار ونظرا لأهمية التخصص فقد طلبت استضافته في أحد البرامج على قناة حكومية وعندما توجه الدكتور إلى مبنى ماسبيرو صدم المسؤولون بمظهره إذ لم يتوقعوا كونه ملتحيا وبالفعل اعتدر منه ولم يظهر في البرنامج بسبب لحيته كل ذلك يأتي في سياق محاولة التحكم في الدور المؤثر لقادة الرأي في تدعيم ما يبثه الإعلام دعما أو رفضا ثانيا الاحتواء الاستراتيجية الثانية تستند على فكرة إخضاع قادة الرأي فكريا ليتحول إلى منصات للتعبير عن وجهات نظر مختلفة عما يتبنونه بالفعل هذا التحول قد يحدث بسبب إغراءات مادية أو تهديدات بإفشاء أسرار أو إيقاع الأدى أو غير ذلك من طرق الاحتواء كشفت الكاتبة الأمريكية فرانسيس سوندريز في كتابها المهم من الذي دفع للزمار تفاصيل مهولة عن الجهود الأمريكية المبدولة أثناء الحرب الباردة لمواجهة أي مضمون إعلامي أو اجتماعي يضاد الرؤية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم وبخاصة في أوروبا وقد تولت السي آي آي مهمة الإشراف على هذه المهمة وأعطيت لها في سبيل ذلك صلاحيات هائلة ومطلقة لتفعل ما تشاء من أجل حماية الصورة الأمريكية التي ترسمها وسائل الدعاية والإعلام في خيال الآخرين اتبعت المخابرات أساليب كثيرة لتحقيق أهدافها منها تأسيس عدد كبير من المنظمات ووسائل الإعلام التي احتوت في صفوفها أعدادا كبيرة من المثقفين والنخب المؤثرة جماهيريا فقد أنشأت عام 1950 منظمة كونغريس الحرية الثقافية التي تحولت عام 1967 إلى الاتحاد الدولي للحرية الثقافية وأنشأت هذه المنظمة فروعا لها في 35 دولة وأصدرت أكثر من 20 مجلة دات تأثير عالمي كبير وكان يكتب في هذه المجلات شخصيات فكرية مشهورة عالميا مثل فيلسوفي التاريخ أرنولد توينبي والفيلسوفان بيرتراند راسل وهيربيرد سبينسر وكان كثير من هؤلاء يتلقون رواتبهم من المخابرات الأمريكية بعضهم كان يعلم ذلك تضم قائمة أسماء الذين تم احتواؤهم بداخل هذه المنصات الزائفة شخصيات لها ثقل عالمي كبير منها تأسين إليوت جورج أرول أرثر ميلر روبرت لويل قد عملت على تغيير بعض أحداث ونهايات الروايات العالمية مثل المزرعة والإله الذي فشل ورواية 1984 لتحقق الفكرة التي تستهدفها وتعيد طباعتها على نفقة المخابرات الأمريكية لتخدم أهدافها ومن الأمثلة التي يذكرها الكتاب أيضا أن المخابرات قامت بتمويل الفيلم الكارتوني المأخود عن رواية المزرعة للكاتب جورج أرول وعملت على نشره وتوزيعه في أنحاء العالم ومن الأمثلة التي ذكرتها الكاتبة عن العالم العربي مجلة شعر اللبنانية ومجلة فصول المصرية التي تلقيتا إعانات من منظمات تابعة للسي آي آي مثل منظمة الحرية الثقافية التي كانت تشتري من فصول 1500 نسخة من كل إصدار ولا يزال ذلك الأسلوب متبعا داخل أمريكا وخارجها حيث تدفع مبالغ دورية لأعداد كبيرة من الصحفيين وكتاب أعمدة الرأي ليقدموا تغطية إيجابية عن السياسات الأمريكية ثالثا الزرع الاستراتيجية الثالثة تنطلق من فكرة تحقيق الاكتفاء الداتي في تصنيع النخب والرموز فالمنع قد لا يحقق المستوى المرجو كما أن الاحتواء يخضع لعوامل كثيرة وتأثيره لا يكون تاما بخلاف زرع عناصر داخل النخب المؤثرة تتبنى رؤى متطابقة أنشأت إدارة بوش آلة دعائية ضخمة اعتمدت على محاور كثيرة منها الدفع بعدد من رجال الدعاية ليلعبوا دور صحفيين كما استأجرت ممثلين ليقوموا بإعداد أفلام فيديو مزورة تتضمن تصريحات صحفية في قضايا متعددة لكن النموذج الأكثر طرافة كان لصحفي يدعى جيف جانون وكان يظهر للناس بوصفه أحد الصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض لكنه في الحقيقة كان يعمل في مجال الدعاية لحساب نائب للحزب الجمهوري في تيكساس كما كان يعمل سابقا مرافقا للنساء في الحفلات بالأجرة واسمه الحقيقي جيمس دي جوكيرت كان البيت الأبيض يستدعي جانون بصورة روتينية ليلعب دورا في ضبط المؤتمرات الصحفية التي يعقدها جورج بوش وفي إحدى المرات تلقى بوش سؤالا محرجا من صحفي حقيقي عما تدفعه إدارته لكاتب عمود الرأي أرمسترونج ويليامز من أجل الدعاية لسياسة الإدارة في كتاباته بصورة تبدو مستقلة وغير منحازة كان السؤال محرجا أجاب عليه بوش سريعا ثم التفت تلقائيا إلى جانون في محاولة لترميم الموقف وتحويله من الدفاع إلى الهجوم قال بوش لجانون نعم سيدي فقام جانون على الفور بتوجيه انتقادات قاسية لزعماء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب وأخيرا توجه بسؤاله للرئيس كيف ستعمل مع أناس يبدو أنهم طلقوا الحقيقة كان جمال عبد الناصر صباقا في بناء النخب المؤثر داخل المجتمع وزرع العناصر الموالية واعتمدت استراتيجيته في البناء على ثلاثة مصادر رئيسه أولا الضباط العسكريين المتقاعدين الذين انتشروا في مختلف وسائل الإعلام ثانيا رموز الغناء والتمثيل الذين لعبوا دورا بحوريا في بناء زعامة عبد الناصر ودعم سياساته وترميم كوارثه ثالثا وأخيرا التنظيم الطليعي تلك الكارثة النخبوية العابرة للعقود تأسس التنظيم الطليعي عام 1963 ليكون بمثابة الحزب السري لعبد الناصر وكان معلنا في وجوده ككيان تابع للاتحاد الاشتراكي لكن عمله اتسم بالسرية التامة وكان يوصف بأن هدفه تجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها وتطوير الحوافز الثورية للجماهير ودم التنظيم حوالي ثلاثون ألف عضو يغطون كافة المجالات والتخصصات والأنشطة والمناطق الجغرافية وكان من شروط العضوية أن يكون المرشح للانضمام عنصرا حركيا يستطيع أن يناقش ويقنع الجماهير وقد لعب التنظيم دورا كبيرا في التلاعب بالرأي العام ولا يزال كثير منهم يمارس دورا مؤثرا ضمن قادة الرأي حتى هذه اللحظة ومن أبرز رموزه ذوي الحضور الإعلامي في العقود الماضية الدكتور أحمد فتحي صرور صفوة الشريف الدكتور مصطفى الفقي الدكتور علي الدين هلال الدكتور أسامة الباز فاروق حسني الدكتور عبدالغفار شكر محمود السعدني عصمة عبدالمجيد محمود أمين العالم شيخ الأزهر الأسبق عبدالحليم محمود الدكتور حسام عيسى أمين هويدي عمرو موسى فؤاد علام صلاح جاهين حسب الله الكفراوي الدكتور حمدي السيد مفيد شهاب الدكتور عبدالجليل مصطفى ولا يزال كثير من أعضاء التنظيم يمارسون دورا فاعلا حتى الآن وتستضيفهم وسائل الإعلام بصورة دائمة في حالات معينة تمارس بعض الأجهزة تحقما في اختيار قادة الرأي الذين يستضافون على شاشات الفضائيات كان ذلك يحدث في عهد مبارك كإجراء أساسي حيث يتم الدفع بأناس ليست لهم سابقة في الظهور أو التأثير من أجل ملء الفراغ أو التشويش على الرسائل الإعلامية المناوئة ولو بطرح قضايا غير ذات أهمية وهذا الأسلوب لا يتقيد بعهد معين فأمثلته الحالية تستعصي على الحصر ومنها ما فعله مقدم التوكشو توني خليفة الذي استضاف راقصة شهيرة لكنه لم يتحدث معها عن الرقص بل عن قضايا إعلامية وفي بعض الحالات نرى ظهورا مفاجئا لبعض الفنانين أو الفنانات ليدلوا بآرائهم السياسية أو الدينية بصورة مقحمة وهذا ما يمكن أن نطلق عليه زرعا نسبيا حيث يتم تحويل أحد الرموز الشهيرة ليمارس تأثيرا في مجال يختلف عن مجاله الأصلي اعتمادا على شعبيته رابعا هندسة العقول والمجتمعات هل جربت يوما أن تحدد سؤالا يتعلق بالواقع ثم تطرحه على عدة أشخاص من معارفك متنوعي الثقافة والتوجهات حاول أن تفعل وليكن سؤالك هو كيف ترى نهاية الصراع بين العرب واليهود في فلسطين ستفاجأ بإجابات متناقضة لدرجة مضحكة أحيانا برغم التشابه العام بين هؤلاء الأشخاص في خصائص كثيرة أجريس بحكم عمل الصحفي تحقيقات عديدة مع شخصيات إسلامية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي ومع أن الأسئلة كانت واحدة للجميع في كل تحقيق إلا أن الإجابات كانت تعبر عن تفاوت ثقافي وديني ومنهجي كبير حتى بين الرموز المتقاربين منهجيا ما الذي يجعل الاستجابة متنوعة ومتفاوتة تجاه الشيء نفسه إلى هذه الدرجة؟ إنه ما يعرف بالنظام الإدراكي المعرفي للإنسان لا تصدر الاستجابة من الإنسان كرد فعل للواقع المادي بشكل مباشر وإنما كرد فعل للواقع كما يدركه هو بكل تركيبته ومن خلال ما يسقطه على الواقع من أفراح وأطراح وأشواق ومعاني أو رموز وذكريات وأطماع وأحقاد ونوايا خيرة وشريرة ومن خلال مجموعة من المنظومات الأخلاقية والرمزية والأيديولوجية وبسبب تركيبة الإنسان هذه ونظرا لأنه لا يستجيب للواقع المادي مباشرة وإنما يستجيب له من خلال إدراكه له فلا يمكن لأي دارس أن يحيط بأبعاد أي ظاهرة إنسانية سياسية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية إلا بالغوص في أكثر مستويات التحليل عمقا أي المقولات والصور الإدراكية التي يدرك من خلالها نفسه وواقعه ومن حوله من بشر ومجتمعات وأشياء وهذه المقولات والصور تشكل خريطة يحملها الإنسان في عقله ويتصور أن عناصرها وعلاقات هذه العناصر بعضها ببعض تشكل عناصر الواقع ومفرداته وهذه هي الخريطة الإدراكية التي تحدد ما يمكن أن يراه الإنسان في هذا الواقع الخام فهي تستبعد وتهمش بعض التفاصيل فلا يراها وتؤكد البعض الآخر بحيث يراها مهمة ومركزية ومن الأمثلة الطريفة على الخريطة الإدراكية ما يروى عن ماري أنتوانيت ملكة فرنسا قبل الثورة والتي كانت تعيش عيشة مطرفة منعزلة تماما عن العالم الخارجي فقد قيل إن بعض الحراس وجدوا فلاحا مغشيا عليه من فرط الجوع فأتوا به إليها فأشفقت عليه وقالت يا سيدي يجب أن لا تتبع هذا الرجيم القاسي وفي رواية أخرى أنهم أخبروها أن الفلاح لم يجد خبزا يأكله مدة أسبوع فقالت مستنكرة لماذا لم تأكل غاتو وليس ثم تغرابة في موقفها هذا فظاهرة الفقر والجوع ليست جزءا من مخزونها الإدراكي ولهذا لم تستطع إدراكها ومن ثم نزع الظاهرة الجوع من ثياقها الحقيقي أي الفقر وربطتها بالأسباب التي تعرفها الرجيم القاتو بدلا من الخبز أي إنها فرضت مخزونها الإدراكي على ما رأته بعيونها الموضوعية المادية وحددت خريطتها الإدراكية مجال الرؤية انظر مقالة الدكتور عبد الوهاب المثيري الخريطة الإدراكية على الجزيرة نت المشكلة إذن في النظام الإدراكي الأشخاص يلظمون معتقداتهم وأفكارهم في أشكال ذات مغزى ومعنى معين ثم يدركون ويفسرون العالم الخارجي في إطار هذا المعنى أو المغزى وهذا ما يفسر عدم تطابق الفهم والاستجاب بين الأفراد بالنسبة للرسالة الإعلامية الواحدة السبب هو تباين المعرفة الإدراكية واختلاف التصورات الذهنية بين أحد الناس في نظرتهم للشيء الواحد والمثير أن هذه المعرفة تتطور وتتغير مع الوقت بحيث أنه يحدث كثيرا أن موقف الإنسان تجاه قضية ما يتبدل بحسب تطور معرفته الإدراكية المتعلقة بها وهذا مثال بسيط يوضح تغير السلوك مع تغير الإدراك شاب متدين يحكي تطور نظرته لسلوك معين وهو المرور بين يدي المصلي أثناء صلاة الجماعة فيقول إنه مر بثلاث حالات متتابعة من الإدراك أولها قبل أن يتدين كان يستنكر ذلك الفعل خاصة لو صدر من شخص متدين ثانيها بعدما تدين عرف أن سترة الإمام سترة للمأموم فصار يمر بين الصفوف بتكلف أحيانا ثالثهما بعدما تفقها في الدين تغيرت نظرته وتوقف عن المرور بين الصفوف إلا للضرورة لأن أكثرية الناس لا يدركون جواز ذلك فينظرون باستنكار للمتدين الذي يصدمهم بذاك الفعل هذا الارتباط القوي بين الإدراك والسلوك مع التطور الهائل الذي طرأ في مجال العلوم النفسية والاجتماعية كانت نتائجه المباشرة هي إمكانية التحكم في سلوك الجمهور عن طريق التلاعب بنظامه الإدراكي أو ما يمكن تسميته هندسة الإدراك وقد أفرز ذلك تطبيقات لا حصر لها في مجال الخداع الإعلامي ويمكن أن نلحظ في هذا الصدد ثلاثة استراتيجيات مختلفة للتعامل الإعلامي الدعائي مع الخريطة الإدراكية للجمهور وهي التوظيف والتعديل والتنميط أولا توظيف الخريطة الإدراكية يمكن عن طريق تحليل الخريطة الإدراكية للجمهور صياغة الرسالة الإعلامية بحيث تتناسب مع تلك الخريطة لتكون أكثر تأثيرا ولتحقق مستوى مرتفعا من الاستجابة وأيضا لتهميش القدرات الدفاعية لدى المتلقي العادي بدرجة كبيرة هذا العمل بات إجراءا تقليديا في حملات الدعاية في الانتخابات فقبل أي شيء يتم دراسة جمهور الناخبين ومعرفة ثقافته وتفضيلاته وسماته وخصائصه ومخاوفه ونقاط ضعفه إلى آخره من ثم توضع خطة الدعاية بما يتناسب مع معطيات الخريطة الإدراكية للناخبين استخدمت حملة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير هذا الأسلوب لمعرفة السمات التي يفضلها الناخبون البريطانيون في رئيس الوزراء الجديد اكتشفت الحملة أن الناس يميلون إلى شخصية قوية قادرة على اتخاذ قرارات صعبة وبالتالي تبلورت الصورة الإعلامية المقدمة لطوني بلير في هذا الإطار المسؤول القوي القادر في أمريكا عندما ترشح بيل كلينتون للمرة الأولى كان صغير السن نسبياً كما كان يبدو أقل من عمره الحقيقي أيضاً وتبين لمسؤولي حملته أن صغر السن قد يثير القلق لدى الجمهور حول مدى قدرته على تحمل المسؤوليات فكان المخرج من ذلك هو عمل مكياج خاص لكلينتون ليبدو أكبر قليلاً من عمره الحقيقي حتى لا يخسر ثقة الناخبين كان إدوارد بيرنيز هو عراب هذه الاستراتيجية وله في ذلك إنجازات عديدة منها على سبيل المثال اشتقت شركة بيت كراكر لبيرنيز من أن أحد منتجاتها خليط الكعك الجاهز لا يلقى رواجاً لدى النساء الأمريكيات أجرى بيرنيز تحليلاً نفسياً لتصرف النساء ليكتشف أنهن يشعرن بالخجل من تقديم كعكة شبه جاهزة لأزواجهن لا يتطلب إعدادها إلا جهداً قليلاً لاحظ أننا نتحدث عن فترة تعود إلى ما قبل سبعين عاماً تقريباً قدم بيرنيز توصية للشركة بتخفيف الجهوزية قليلاً وتغيير التركيبة بحيث يتطلب إعداد الكعكة إضافة البيض إليها من ربة المنزل وبالفعل نجحت الفكرة وشعرت النساء أنهن يقمن بعمل يستحق المديح وارتفعت مبيعات خليط الكعك في الخمسينيات من القرن الماضي وفي سياق مواجهة الأجهزة الدعائية الأمريكية لخطر التمدد الشيوعي في المنطقة العربية كانت تبحث عن عدو حقيقي تربط بينه وبين الشيوعية لتنفير الشعوب منها وقد تبين للمخططين وقتها أن الصهيونية هي العدو الذي سيحقق التأثير المنشود إذا اقترنا بالشيوعية وهكذا صممت الرسائل الإعلامية لتبرز هذا الارتباط وذلك توظيفا للخريطة الإدراكية للمواطن العربي الذي يكره اغتصاب اليهود لأرض فلسطين برغم أن هذه الدعاية تضر بإسرائيل حليفة واشنطن وبالتبعية ستضر بأمريكا نفسها في بعض الحالات يحدث خطأ في قراءة المخزون الإدراكي للفئة المستهدفة فتخفق محاولات التأثير ومن التجارب الشهيرة على ذلك والتي تتداولها الكتب المتخصصة في الدراسات الإعلامية البيانات الدعائية التي كان الحلفاء يلقونها على الجنود الألمان في الحرب العالمية الثانية خلال الهجوم على إيطاليا أحد البيانات كان يشجع الجنود على الاستسلام بأن يصور لهم العيش الرغيد للسجناء في معتقلات أمريكا وإنجلترا وكندا وكانوا يصورون للجندي معتقلا أنشئ في مكان فندق قديم حيث المقاعد المريحة كما كان بعض السجناء يلعبون في صالة البلياردو والبعض الآخر يستمع بكل راحة إلى الإذاعة إلى آخره لقي البيان فشلا ذريعا في أوساط الألمان لأن مستواهم المعيشي كان منخفضا للغاية مقارنة بالمستوى المعيشي لدى الجنود الأمريكيين كما أن حياة الطرف التي تحدث عنها البيان قد بدت لهم أمرا غير محتمل وعليه أدرك الألمان البيان بوصفه محاولة رديئة للكذب تغيرت تجاه الدعاية السياسية للأمريكيين إثر ملاحظة فشل هذا النمط من المنشورات وبعد استجواب السجناء الأولين من أجل فهم أعمق صدر بيان جديد بصياغة تراعي الخريطة الإدراكية بدرجة أكبر فكانت على النحو التالي أن تكون سجين حرب ليس بالأمر الطريف ويمضي البيان يقارن بين السجن والموت ليقنع الجنود بأن التعرض المؤقت للسجن بعيدا عن عناء القتال وخطر الموت هو الخيار الأفضل بالتأكيد وقد أثبت البيان الجديد فعاليته كان من الضروري للتأثير على الجنود الألمان الانطلاق من حالتهم النفسية ومخاوفهم وتمثلهم المعقولة لحياة السجين وذلك تبعا لمستوى حياتهم العادي كذلك كان من الضروري التقليل من أهمية الرفاهية النسبية التي كان ينعم بها السجناء في المعتقلات الأمريكية هذا الارتباط والخطأ في قراءة الخريطة الإدراكية له نمادج أخرى معاصرة قامت شارلوت بيريز بمبادرة يائسة في محاولة لتحسين صورة أمريكا لدى الرأي العام العربي والإسلامي فأطلقت حملة إعلانية بعنوان القيم المشتركة تكلفت 5 مليون دولار وقامت بتصميمها شركة ماكان إيريكسون التسويقية أنتجت الشركة أفلاما للبث عبر وسائل الإعلام تقدم نموذجا لحياة المسلمين في أمريكا وكيف أنهم ينعمون بحياة رغيدة يكتنفها التسامح والهدوء كانت الأفلام تعرض مسلمين أمريكيين ذوي ملامح جدابة وهم يلعبون مع أطفالهم ويتوجهون لأعمالهم وفي أحد الإعلانات ظهرت رواية إسماعيل المسلمة اللبنانية الأمريكية وهي تعيش في طوليدو بولاية أوهايو وكانت تغطي شعرها بوشاح وقدمت لقطات لها مع أطفالها في مطبخها الأمريكي الطراز ولأطفالها وهم يلعبون الكرة في المدرسة ثم وهي تقوم كمدرسة بتلقين الطلاب القيم الأمريكية وتقول في الفيلم لم أر أي إجحاف أو تمييز في أي مكان في الحي بعد 11 سبتمبر فشلت الحملة كسابقاتها وتعرضت لسخرية اللاذعة حتى إن صحيفة نيويورك تايمز أطلقت عليها اسم حملة المسلم كفطيرة التفاح السبب الرئيس لفشل الحملة هو إخفاقها في قراءة الخريطة الإدراكية العربية والإسلامية فالغضب من أمريكا لم يكن سببه اعتراضهم على أسلوب التعامل مع المسلمين في أمريكا بل في خارجها أيضا كانت الصور المقدمة تنطوي على مبالغة تشبه مبالغة السجون الفندقية في بيانات الحرب العالمية الثانية إذ كانت وسائل الإعلام تنقل في تلك الفترة العديد من مظاهر الإضطهاد التي يتعرض لها المسلمون في الولايات المتحدة في الفترة التي تلت هجمات سبتمبر وهي نفسها توقيت إطلاق الحملة هذا الإخفاق يعبر عنه شيلدون رامبتون وجون ستوبر في كتابهما أسلحة الخداع بالقول فبدلا من تغيير طريقة تعاملنا مع الناس في الشرق الأوسط في الحقيقة لا يزال هؤلاء المسؤولون يحلمون بتصحيح صورتهم من خلال بعض الحملات التسويقية الجديدة المعدة في مطابخ هوليوود أو في مادس آفينيو ثانيا تعديل الخريطة الإدراكية يقول الفيلسوف اليوناني سوكراط أينما يخدع الناس فيصيغون آراءهم بمنأ عن الحقيقة يتضح أن الخطأ قد تسلل إلى عقولهم عبر صور معينة تشبه تلك الحقيقة يسعى الإعلام الموجه إلى تعديل النظام الإدراكي بصورة مستمرة من خلال ترسيخ بعض المزاعم وتحويلها إلى مسلمات ومن خلال حذف وإضافة بعض المكونات والأفكار لإعطاء صورة مزيفة عن الواقع وقف جون ريندون خبير العلاقات العامة أمام جمع كبير من طلاب أكاديمية القوات الجوية الأمريكية في عام 1996 وقال لهم أنا لست متخصصا استراتيجيا في الأمن القومي أو خبير تكتيك عسكري أنا سياسي وشخص يستعمل الاتصال والعلاقات العامة لتحقيق السياسة العامة أو أهداف السياسة الخارجية في الحقيقة أنا محارب معلوماتي ومدير فهم وإدراك في ذلك الوقت كان البنتاجون والسي آي آي من زبائن السيد ريندون الذي لعب دورا كبيرا في الترويج للولايات المتحدة إبان حربها على العراق مطلع التسعينيات وفي الحقيقة فإن الوصف الذي قدمه ريندون لوظيفته مدير فهم وإدراك يعطي إدراكا قويا عن وظيفته وهي التلاعب بالإدراك بعد سنوات وتحديدا في عهد دونالد رامسفيلد تغير الوصف المقدم لهذا العمل ليصبح الدعم العسكري للعلاقات الدبلوماسية وهو مصطلح لا يقدم أي معنى يساعد على الفهم لكن في المقابل اتخذت جهود التلاعب بالإدراك مسارات أكثر تعقيدا ويذكر رايان هنري أحد المسؤولين عن إدارة هذا النوع من الأعمال في البنتاجون أنه مع تقدم التكنولوجيا وطبيعة الحرب الكونية على الإرهاب فإن المعلومة أصبحت إلى حد أكبر تعد جزءا من نصر استراتيجي وإلى حد ما نصرا تكتيكيا مقارنة بما كانت عليه في الماضي كعادة الأمريكيين فإنهم يتخذون من مواجهة العدو منطلقا لأغلب قراراتهم السياسية وفي سياق التلاعب بالوعي يقول لورانس ديريتا كبير الناتقين باسم البنتاجون في تلك الفترة إن المعركة القائمة لتغيير الوعي يستخدم فيها الخصم الإعلام بشكل واضح للتأثير في وعي الجماهير ودورنا يجب أن لا يقوم على تغيير الوعي ولكن مواجهة ما يقوم به الخصم لتغيير الوعي العام وطبعا هذا التوصيف الأخلاقي من ديريتا يندرجه أيضا ضمن التلاعب بالوعي الشرق الأوسط 14-12-2004 الوسيلة الأسهل لتعديل الخريطة الإدراكية هي إغراق الجمهور بمعلومات كاذبة تجبره على تغيير تصوره عن الواقع كما هو في الحقيقة ليستبدله بصورة أخرى زائفة كان من ضمن مهام الدعم العسكري للعلاقات الدبلوماسية أو الفهم والإدراك بتعبير ريندون القيام بأعمال تهدف إلى إيصال أو إنكار معلومات ومؤشرات مختارة إلى الجمهور الأجنبي للتأثير على عواطفهم ودوافعهم وموضوعية تفكيرهم بطرق مختلفة وباختصار كانت إدارة الفهم والإدراك بحسب رامتون وستوبر تدمج بين تحريف الحقيقة وأمن العمليات السرية والتضليل والعمليات النفسية وتضمن ذلك زرع قصص إخبارية في الصحافة الخارجية واختلاق وثائق مزورة إضافة إلى إنشاء مواقع باللغة العربية على شبكة الإنترنت من أجل تقويض تأثير المساجد والمدارس الدينية التي تقدم مواعد معادية للقيم الأمريكية الشرق الأوسط 14-12-2004 المدرسة الناصرية في التلاعب بالإدراك الجماهيري تعد الحقبة الناصرية من أكثر الفترات التاريخية التي تزخر بنمادج متنوعة عن صناعة الصور الزائفة عن الواقع بكل مفرداته، الزعيم، الأعداء، الأمة، الشعب إلى آخره وقد استخدمت في ذلك كل وسائل الإعلام بما فيها التلفاز الذي بدأ البثة في حقبة الستينيات مرورا بالصحف والإذاعة والأغاني الوطنية التي شهد إنتاجها كثافة غير مسبوقة وغير ملحوظة في تلك المرحلة من تاريخ مصر بدأت هندسة الإدراك والترويج للصور الزائفة باكرا وبعد شهر واحد من إقصاء الملك فاروق عن الحكم وتحديدا في 23 أغسطس 1952 حيث نشرت الصحف تقريرا عن نجاح الجيش في تصنيع أول طائرة يعني تقريبا منذ 62 عاما كانت العبارات الأولى في التقرير تعطي لمحة قوية عما ينتظر في قادم الأيام من غلبة الوهم والزيف جاء في مقدمة التقرير إن تاريخ مصر الحديث يجب أن يكتب من جديد يكتب على أساس من الواقع بعد أن يستبعد كل ما دس عليه من نفاق ورياء ففي يوم 23 يونيو سنة 1952 كتبت في التاريخ صفحة جديدة بل صفحة مجيدة كتبها بحروف من نور رجال الجيش الأمجاد يوم أخرجوا مصر من الظلمات إلى النور لم يتوقف الحديث عن الإنجازات العظيمة الغريبة طيلة السنوات التالية خاصة في أوقات الأزمات وعلى سبيل المثال أعلنت مجلة المصور في أبريل عام 1965 عن صناعة سفينة فضاء مصرية في الوقت الذي لم تكن الولايات المتحدة قد أطلقت سفينتها إلى القمر بعد نجح الإعلام في مرحلة ما قبل هزيمة يونيو 67 في إبراز عبد الناصر بوصفه زعيما لا يشق له غبار يسخر من زعماء الغرب ويهددهم ويتوعدهم كما نجحت في تصوير القوة العسكرية المصرية في ذلك الوقت على أنها لا تقهر بينما الواقع كان يكشف عن تدهور اقتصادي بسبب الحرب الخاسرة في اليمن وتدهور عسكري بسبب فوضى الإدارة والحرب اليمنية وفوضى داخل أروقة الحكم بسبب تزايد الخلافات بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكان من المضحك أن تصدر صحيفة الأخبار في 5 يونيو يوم الهزيمة بمانشد ديماغوجي صاخب عبد الناصر يقول ننتظر المعركة على أحر من الجمر هذه الخطوة ستملأ الأمة العربية كلها بالثقة بعد ساعات قليلة من نشر الصحيفة أجلس عبد الناصر الأمة العربية كلها على الجمر نفسه ولسنوات طويلة قادمة عندما بدأت الحرب كانت الهزيمة تاريخية غير مسبوقة وكانت المهانة بالغة إذ مضى ينسج للجماهير صورة وهمية عن سير المعركة فانطلق يتحدث عن حصارة الأبيب وعشرات الطائرات الإسرائيلية التي تتساقط ومع تزايد الفجوة بينما يحدث على أرض الواقع وبينما ينقله الإعلام ومع كشف وسائل الإعلام العالمية للحقائق بدأت الصحف تتحدث عن مؤامرة ثلاثية تقودها أمريكا لاحتواء الانتصارات الجوية المصرية الصاحقة في حين أن سلاح الجو المصري كان قد تدمر بنسبة تقترب من مئة بالمئة في الساعات الأولى للحرب يوم 5 يونيو كانت تلك المحاولة جديدة للتلاعب بالإدراك من أجل تبرير الهزيمة بأنها كانت حرب مع دول عظمى وأساطيل لا تقهر عندما انتهت حرب الساعات الست وتبين أنه ليس ثمة غير هزيمة فاضحة لجاء عبد الناصر إلى خدعة جديدة هي مسرحية التناحي حيث ألقى خطابا بثته وسائل الإعلام يعلن فيه تحمل المسؤولية كاملة وعن اتخاذه قرارا بالتنحي عن مسؤولياته لينقل الناس بعيدا عن التفكير في كارثة الهزيمة لتصبح قضية الشعب هي هل يبقى عبد الناصر أم يتنحى وفي ذلك الوقت كانت التنظيمات السرية والعلنية لعبد الناصر تمارس عملا جبارا في حشد الجماهير للخروج في مظاهرات في كل الجمهورية لتطالب الزعيم بالبقاء وبعد أن ترسخت الصورة الوهمية الجديدة في الأذهان وهي أن الشعب يريد من عبد الناصر البقاء أعلن الزعيم رضوخه للضغوط وعودته للرئاسة من جديد ولتكتبل المسرحية كان لابد من تقديم تصور زائف للناس حول الأخطاء ومن يتحملها من أجل أن يبدأ عبد الناصر مرحلته الجديدة دون أعباء فاتخذ عدة قرارات تطهيرية وشنت الصحف حملة عنوانها سقوط دولة المخابرات وكأن عبد الناصر كان ضيفا على النظام وليس صانعا له وحاكما ومتحكما فيه وحتى يتأكد عبد الناصر من إغلاق الدائرة تماما تم الإجهاز على شريكه في الحكم عبد الحكيم عامر وبدلا من القتل أصبحت الفكرة التي تروج للناس هي الانتحار هذه الاستراتيجية التي ابتكرها عبد الناصر تحولت إلى إجراء تقليدي يلجأ إليه كثير من الرؤساء العرب كل فترة دورية حيث يقوم بما يمكن تسميته تصفير العداد فيتخذ عدة إجراءات للتطهير الشكلي ثم يطلق إعلامه ليعلن بدء مرحلة جديدة نظيفة متخليا عن أعباء وأخطاء المرحلة السابقة التي يتحملها السيئون السابقون وبرغم كل الخدع السابقة لم يتب عبد الناصر فبعد القضاء خمسة أشهر فقط على الهزيمة عاد للإعلام من جديد يتحدث عن القوة العسكرية المتنامية وعن استكماله للتجهيزات العسكرية زاعما أن جيش مصر أصبح أقوى مما كان في خمسة يونيو كما عاد لاستخدام حديث المؤامرة والتآمر حتى إنه في عام 1967 بعد 16 عاما على حركة 23 يونيو 1952 كان لا يزال يستخدم مصطلح الثورة ويتحدث عن قوى الثورة المضادة التي تهدد الشعب في إصرار على اصطناع معارك وهمية يشغل بها الناس يروي الشيخ محمد شاكر الشريف ذكرياته عن تلك الحقبة وقت أن كان طالبا بالمرحلة الثانوية في 6 يونيو 67 فيقول إنهم بعد أن انتهوا من التدريب العسكري الذي كان معتادا للطلاب في ذلك الوقت طلب منهم المدرب أن ينقل الأسلحة إلى محطة القطار يقول ذهبنا به إلى محطة القطار وأخذنا نهتف عبد الناصر يا حبيب الضربة الثانية في تل أبيب وفي أثناء ذهابنا وهتافنا لاحت طيارة حربية يبرق لونها تحلق على ارتفاع منخفض فوقع في أنفسنا أنها طيارة من طيارات جيشنا لم تكن سوى طيارة يهودية ذاهبة لقصف مطار الأخصر فازداد الهتاف وارتفعت الأصوات وامتلأنا حماسة حتى وصلنا إلى محطة القطار وأنزلنا الصناديق وإذا بنا نسمع الأخبار التي كان يؤلفها أحمد سعيد في إذاعة صوت العرب أسقطت قواتنا المسلحة الباسلة 23 طيارة للعدو وارتفعت تكبير وأيقلنا بالنصر ولم يكد ينتهي اليوم الأول حتى أسقط أحمد سعيد أكثر من نصف طائرات اليهود كان ذلك اليوم من أجمل وأمتع الأيام التي مرت بالواحد منا لكن بعد مدة ظهرت الحقيقة التي أخفيت عن الجميع كم كنا نعيش في أوهام ما زلنا نعاني من آثارها ومع كل أسف ما زال هناك من يمجد الفترة الناصرية ولولا الأكاذيب التي نسجت عن عبد الناصر وبطولاته الوهمية لشعر كل حر أبي بالخزي وهو ينسب لعبد الناصر يطلق الشاعر عبد الرحمن الأب نودي وصفا معبرا على خداع الشعوب بالوهم إذ يسميه الحقن بحلم أي إلقاء الجماهير في عالم الأحلام الجميل لتنساب مشاعرهم وتتفكك إرادتهم سعيا وراء الصراب احقنها بحلم لو يتحقق إحنا اللي نموت الحلم الأفيوني الوهم اللي بلا شحم وبلا لحم كلمها عن أموال جاية وابنوك وبيوت واسحار خضرة واذرع شجرة تطلع في الكاميرا وقبل ما تمشي تموت وتصور ماسك بيضة أو بتبوس بقرة أو تصطاد حوت وقف البابك اشتركوا في القناة